تركيز اليوم لقاسم برهان قاسم برهان مهم جدا اليوم يطلع في الوقت المناسب يعني بعض الاحيان يطلع قاسم ويضيع يمكن على المدافع يمفرصة في تشتيت الكرة فأعتقد المنتخب الكوري منتخب قوي ومنتخب جيد وعند الامكانية ولكن اذا كان المنتخب القطري في تركيز الكبير ممكن يصعب الموقف على كوريا بعدين ابو محمد بالنسبة للكرات الثابتة يعني يمكن احنا اتكلمنا قبل شوي عن المنتخب اعمان سجل عليه هدف من كرة ثابتة يعني احنا يمكن نجد اثنين من احسن اللاعبين اللي يلعبون بالهد اللي هو رقم خمسة اللي يلعب في نادي النصر السعودي ولي اللي يلعب في نادي السد هذولا بالنسبة للكور الثابتة الحقيقة خاصة الكورات الركنية او الكورات الثابتة على خط 18 وقريبة من خط 18 معظم الكور تنلعب لهذا اللاعبين اذا احنا ركزنا على هذول الاثنين وخاصة الكور اللي بيجي من الخلف تنلعب هي في الزاوية البعيدة او القائم البعيد دايما لللاعبين هذين اذا ركزوا اللاعبين على ان اي كرة ثابتة وخاصة الكور الاولى يعني احنا نحاول ان احنا ما في كرة ثابتة او احنا ما نعمل فولات على خطة 18 او قريبة من خطة 18 الفولات اللي دايما تنلعب في المنطقة هذه انا اعتقد انها بتكون خطرة فعلينا ان احنا نتجاوز المنطقة هذه وخاصة في اول 20 دقيقة لان ال20 دقيقة وال25 دقيقة دايما هم يلعبون ويلعبون بسرعة ويحاولون يسجلون هدف باسرع طريقة يعني واو باسرع وقت عندهم حتى في الدقائق الاولى في العشرين دقيقة اذا احنا قدرنا نسيطر على المباراة قدرنا اننا نتحكم في المباراة قدرنا احنا نركز تركيز جيد في المباراة اعتقد ان الفريق الكوري بعد 20 دقيقة خلاص يبتدي يهدف يعني لكن في العشرين دقيقة الاولى انا اعتقد ان الكوريين دايما سراح في المنطقة يحاولون انهم يسجلون فاذا احنا قدرنا نتجاوز العشرين دقيقة هذه علينا احنا ان شاء الله بيكون التسجيل لنا والله يا ابو سعود الكلام اللي تقوله مليوم دمية صحيح بس انت كتشكيلة وكخطة وكأسماء لاعب على ان العشرين دقيقة هذه ما يجعله هدف صحيح من شفنا حامد وعبد الكريم يلعبون مع مصعب وآآ مبراهيم ماجد كخطة اعتقد انها يعني سوها الفهد الثاني بس الدور الاكبر اليوم كله صحيح على خلفان خلفان هو اللي اليوم يدير دفة المباراة لانه يلعب روحة في الوسط وسط الامام يكلمون ففي مثلث اللي هو حامد خلفان وعبد الكريم هذولة ثلاثة اذا ادوارهم الدفاعية والهجومية قالت في مستوى واحد ان شاء الله الفريق بيعدل نص ساعة وخمسة واربعين دقيقة الاولى ما نختلف فيها بس الواضح ان فهد الثاني سكر الاطراف سكر العمر بالتشكيل المناصب الان ادوار لاعبين صحيح عارف فانتمنى ان شوطل اول يطلع بالنتيجة اللي احنا نتمناها اللي طبعا اسوأ الظروف نقول صفر صفر لازم نقدم الظروفة الخاصة من الهجوم قدامنا مش بسيطة نقدم النظر عن الظروف اللي مر فيها سواء كانت إيجابية او سنبية فانقول الله يوفق الشباب اليوم تشكيل المناصب اللاعبين المناصبين موجودين فالدور اليوم الباقي يعني كلنا شونا منتخب اعمام رو شوي عطارة صورة المشارفة للفريق من يلعب خارج الارضة فانتمنى اليوم منتخب ان شاء الله التوفيق بإذن الله تعالى مبارك من صفر الشط الاول كان كان والله خالد نقدر يعني ما اعتقد ان البرة بتكون صعبة اللي يشاهد اليوم مباراة عمان وسترالي اعتقد ان نقدر نلعب مع البريغ الكوري والشي الغريب خالدي اليوم نشوف الملعب يعني النسبة للمباراة كوريا وقتر نشوف الملعب فاضي يعني اعتقد فرصة حتى حق لعبين يعني مو بهناك في ضغط كبير على من ناحية الجمهور اتمنى ان شاء الله واحد صفر شيخ ان شاء الله دكتور المدني ما سمعتك اتمنى الشوطة اللاور صفر صفر دايش ممكن نطلع صفر صفر ايش ما نقول مثلا احنا كيف نعمل اساس اللي نحافظ على نتيجة انه ما يكت ما يدخل يعني نقول انه ما يخش فيه هدا نجي استطاع انه يدخل بهذا ونقول له من امسا الشوطة الاول لازا طلعت قطر الشوطة الاول صفر صفر هو اللي بعد كده الشوطة التانية حيكون اطلقت على الكوريين وانا نجح اللعيب اكثر المشكلة على لعيبة القطر لذي نتبه هو العكسية داما الكوريين والادي يلعبوا كورة الاولى ويطلع واحد ونزل كورة في الثمانتاعش ما هيا تلاقي تلاقي يطلع واحد ولعب كورة في الثمانتاعش ويجي واحد من الوسط والادي يكمل كورة للكور اذا المنتخب القطر اسماء موجودة الاسلوب موجود اذا عرفت على التركيز العالي انا اعتقد قطر ما عنده مشكلة كبتنا بيت بيزن شونا اللي نتمنى واحد صحر المنتخب يا رب الكريم محمد مبارك انا رح مع ابهد ثاني في التشكيل اللاعبها ان شاء الله مجيء لمهدف كبتن نهاد نجح الفريق قطري بيعتمد على قدرة عبد الكريم وحامد على الدفاع والقدرة الفريق على التعامل مع القرات العضية وان شاء الله نفكر بالتسجيل ان شاء الله سعب علي صفا الهدف الاول مهم جدا وتمنى ان يسجل ينتخب القطري هدفه ان شاء الله يا رب الكريم بحمد محمد اذا سجلوا الكوريين في بداية المباراة وايد صعب على الفريق القطر فاتمنى ان شاء الله ان المتغب الكوري ما يسجل مع اول وبصر ماي اتمنى واحد صبر حد قطر وشكلها صبر صبر الشوطن ان شاء الله الله يوفقني يا رب في هذا اللي قادر عواتكم القطر بعد النشط الوطني ومنتخبنا الوطني ومصريحنا كوريا الكوريا الجنوبية عبدالله حافي يطر علينا والتعليق على حداث الشوطن الهدف رحيم مشاهدين متابعين الكرام من كل مكان اصدقاء قناة الدور والكاس اهلا وسلام بكم نبدأ الكلام بتحية الاسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لحظات اللي بد النشيد الوطني القطري ثم بعد ذلك النشيد الوطني لكوريا الجنوبية ثم نعود وإياكم ان شاء الله بعد نهاية السلام الاميري والنشيد الوطني الكوريا الجنوبي نعود للحديث عن هذه المباراة اشتركوا في القناة 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 موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما بين العنابي والمنتخب شمشوني العنابي الذي اتى لهذه المباراة بعدما خاض مواجهة مع المنتخب البحريني هي الانسيان كما ارادها الجمهور القطري حتى قبل ان تبدأ ما بالك وهي بنهايتها قد انتهت بالخسارة ليست ابدا في الحسابات ما يمكن ان نقول انه هذه المباراة هي التي كانت في الحسابات حتى قبل مواجهة المنتخب البحريني في تصفيات كأس امم اسيا الليلة نريدها من اجل الوصول الى المجد المراد من اجل بلوغ المجد المراد ان شاء الله تعالى من اجل على الاقل واقل تقدير الظفر بنقطة واحدة هنا من فم الاسد بل من فم كوريا الجنوبية من اجل بقية المباراة التي ربما لكانت اسهل من هذه الموقع التي تأتي في ظروف صعبة جدا في طقس بارد للغاية ولكن باذن الله تعالى وسط كل هذه الظروف باذن الله تعالى يتمكن العنابي من تجاوز هذا اللقاء بنجاح على الاقل النجاح الذي نراه حتى وان كان قد خرج بنتيجة التعادل قائمة الاسماء في هذه المباراة للعنابي في هذه الموقعة تأتي بالشكل التالي قاسم برهان عبد الكريم حسن ابراهيم الغانم ابراهيم ماجد بلال محمد مصعب محمود طلال البلوشي وسام رس خلفان ابراهيم حامد اسماعيل سباستيان سوريا في حين قائمة الاسماء للعنابي بهذه المباراة تأتي اول منتخبي كوريا الجنوبية لهذه المباراة تأتي على النحو التالي يونج سونجر يونج باركوان جي يونج ان وان كواك تاي هوي او بيوم سيوك لي جون هو جي دونج وو كو جاشيول كي سونج يونج لي شونج يونج كيم شون ووك اذا المباراة تبدأ الان بصافرة حكم المواجهة تنطلق الموقع بصافرة السيد نيشي مورا افضل حكم اسيوي في عام الفين واثنى عشر الذي انتزع على افضلية الاسيوية من الحكم الاوزباكي الذي ظل متصدرا لحكام اسيا رفشان ارماتوف جاء نيشي مورا في الفين واثنى عشر لينتزع على افضلية كافضل حكم في الفين واثنى عشر عن قرأة اسيا هذه كرة الان موجودة لصالح المنتخب العنابي ملعوبة الى الامام لكنها شيئا فشيئ تصل الى خلفان خلفان يتقدم خلفان يبحث عن الزميل يتقدم خلفان يمر الكرة على الجهة اليمين الى محاولة جيدة عند حامد اسماعيل نيشي مورا لا يرى مخالفة مع اللقطة الماضية التي تقدم فيها خلفان والتي وصلت بعد ذلك الى خارج ارض الملعب الى رمية جانبية الرمية الجانبية اذا تكون على الجهة اليسار الرمية الجانبية للمنتخب الكوري ملعوبة الى وسط الملعب ثم بعد ذلك تغطية اخر المباريات التي قادها سيد نيشي مورا لقطر كانت للنادي القطري الجيش القطري في دور افطال اسيا حينما احتضن في ملعب احمد بن علي في الدوحة لقاء امام التراختور الايراني كرة ملعوبة مواصلة لصالح المنتخب الكوري في وسط الملعب محاولة تقدم بعد ذلك الصافرة جاءت من نيشي مورا بمخالفة موجودة لصالح المنتخب القطري اذا كرة ثابتة موجودة للعنابي على الجهة اليمين العنابي من يمتلك كرة ثابتة الان على الطرف الايمن من يمتلك الكرة الثابتة على الجهة اليمنى من يسعى الى ان يحقق نتيجة ايجابية في هذه المباراة النتيجة الايجابية تختلف تعابيرها بين المنتخب الكوري الجنوبي والمنتخب العنابي كرة واصلة الان الى خارج ارض الملعب عدت الكرة الماضية ووصلت الى خارج ارض الملعب اللقطة الماضية التداخل بالكرة الرأسية وصل الى خارج ارض الملعب الى اشارة ربما من نيشي مورا الى اعلان وجود مخالفة على سباستيان سوريا ربما احتسب فيها ضرب حرة مباشرة على سباستيان سوريا باللقطة الماضية على اثر التداخل الذي كان من سباستيان سوريا مع الكرة الاخيرة للتذكير طبعا في موقف الفرق في هذه المجموعة اوز باكستان من تتصدر الترتيب بثمان نقاط يلذلك كوريا الجنوبية بسبع نقاط نفس الامر الى جارب المنتخب الايراني وكذلك المنتخب القطري ثلاث منتخبات تشترك بسبع نقاط كوريا الجنوبية ايران قطر بسبع نقاط من خلفهم لبنان باربع نقاط لا شك بان العنابي حينما يخرج من هذه المباراة بتعادل هو يجبر منتخب الكوري الى ان يحقق انتصارات على المنتخبات المنافسة في نفس الموقع وفي نفس الترتيب الكرة في اصافرة مخالفة السيد نيشو موري يعلن عن كرة ثابتة موجودة لصالح المنتخب القطري عند بلال محمد بلال محمد الذي غاب لفترات عن تشكيلة المنتخب القطري بسبب الاصابة لكن بلال موجود ضمن ثلاث مدافعين للمنتخب العنابي يعتمد عليهم مدرب الفريق السيد فهد ثاني الذي يعتمد على بلال محمد ابراهيم الغانم وكذلك ابراهيم ماجد في خط الظهر كثلاث مدافعين واضح ان هناك تحفظ كبير جدا من فهد ثاني على مستوى الدفاع الكرة موجودة الحيطة والحذر واجب الكرة موجودة لصالح المنتخب القطري المحاولة في وسط الملعب الاستدارة جاءت من طلال بلوشي بعد ذلك يعيد الكرة الى الوراء الى الناصر الان عند بلال محمد بلال محمد من يتوسط الثنائي ابراهيم الغانم وكذلك ابراهيم ماجد او بالأصح ابراهيم الغانم من يفعل ذلك الكرة واصلة الان الى ابراهيم الماجد ماخذ كرة على الجهة اليسار يتحول بالكرة الى عبدالكريم حسن ثم بعد ذلك الكرة واصلة الى خارج ارض الملعب الى رمية جاربية رمية جاربية موجودة اذا للمنتخب الكوري الجنوبي على الجهة اليمين الرمية الجاربية ملعوبة ثم بعد ذلك التدخل من ابراهيم ماجد الكرة واصلة الى عبدالكريم حسن عبدالكريم في محاولة هرب بالكرة الماضية نيشو مورا يعمر باستمرارية اللعب لا مخالفات مع اللقطة الماضية الكرة واصلة للمنتخب الكوري الجنوبي في لحظة خطر لكن بعد ذلك وبعد المداهمة الكورية استخلاص الكرة جاء جيدا من إبراهيم ماجد اللي يلعب بعد ذلك كرة إلى خلفان إبراهيم حتى الآن لاعبين العنابي لا يحصلون على الكرة بشكل جيد في وسط الملعب لا ينتشرون بشكل جيد لا يتناقلون الكرة على ناحو جيد على الأقل في أول أربع دقائق في زمن شوط المباراة الأول نقول ذلك ونتمنى أن تكون الأمور للأفضل في قادم اللحظات وقادم الدقائق بإذن الله لعبة متوقفة إذن عند خلفان خلفان إبراهيم عند الكرة الثابتة خلفان انتظار لخلفان خلفان من يقف خلف الكرة الثابتة وسط تقدم للجميع من أجل الاشتراك مع كرة خلفان الجميلة القطرية تحيي تهتف تشجع تؤازر وخلفان يلعب كرة إلى منطقة الجزاء لكنها مقطوعة ترجع لمتخب الكوري على طول إلى الأمام ثم بعد ذلك واصل الكرة إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جاربية الرمية الجاربية إلى عبدالكريم حسن على الناحية اليسرى انتابع الرمية الجاربية الموجودة عبدالكريم حسن يترك الكرة لإبراهيم ماجد في الخلف تماما وسامرز موجود إلى جارب إبراهيم ماجد بالفعل الكرة إلى وسامرز ثم بعد ذلك إبراهيم ماجد يرجع الكرة إلى الخلف لصالح المنتخب القطري وتحديدا الكرة ذاهبة إلى قاسم برهان قاسم برهان في تمرير قصيرة على طول إلى صالح الدفاع إلى صالح بلال محمد بلال إمار الكرة ملعوبة إبراهيم الغانم الغانم إلى إبراهيم ماجد إبراهيم ماجد يلعب كرة إلى وسام وسام يرجع الكرة بالخطأ لصالح المنتخب الكوري هذه خطيرة جدا المحاولة الى منطقة الجزاء لكن بعد ذلك جاء الابعاد الكرة الى خارج ارض الملعب جي دونج ووك كان في مرحلة كان قريب جدا من مرمى قاسم برهان لكن بعد ذلك الابعاد جاء للكرة الماضية يشوف الارتباك واضح على خط الظهر بشكل كامل تمريرات غير دقيقة لذلك الارتباك واضح سواء من خط الظهر او حتى من خط المنتصف من جانب المنتخب القطري الكرة الى خارج ارض الملعب لضربة زاوية في صالح المنتخب الكوري الجنوبي الركلة الركنية موجودة عنده كي سونج يونج يلعب كرة الى منطقة الجزاء ثم بعد ذلك عبدالكريم حسن يطلع الكرة لكيم سونج يونج يوصل الكرة الى وسط الملعب الى محاولة موجودة في وسط الميدان الانطلاق والكرة واصلة الى الامام الى محاولة رأسية ما زالت الخطورة موجودة في حدود منطقة الجزاء لجونج يلعب كرة ممتازة لصالح المنتخب الكوري الجنوبي ثم وقوع حكم المباراة يشاور إلى ضربة زاوية بعد الوقوع الذي جاء من كوجاشيول كوجاشيول الذي كان على الكرة الماضي الذي يلعب مع جيدونغ في أوكسبورغ الألماني معارن من فولسبورغ سجل خمس مرات في أمم آسيا الماضية بالدوحة اليوم يبحث عن فرصة للتسجيل إن شاء الله لا يجد هذه الفرصة ضربة الزاوية موجودة في حدود منطقة الجزاء على يسار حارس المربع قاسم برهان وكي سونج يونغ عند تنفيذ ضربة الزاوية كي سونج يونغ عند الركلة الروكرية أمامك الجماهير الكورية التي تهتف وتشجع وتؤازر التي تنتظر نتيجة إيجابية مع ضربة الزاوية الثانية خلال الدقيقة السابعة من زمن شوط المباراة الأول ملعوب الكرة العرضية إلى منطقة الجزاء لكن السماسية السورية المتراجعة إلى الخلف يعمل بنجاح مع خط الدفاع في إبعاد الكرة المحاولة موجودة إلى خارج أرض الملعب بعد ذلك واصل إلى ضربة مرمى إلى ضربة مرمى فهذا الثاني هو من يقف الآن هو من يهتف هو من يوجه هو من ينادي للاعبين لكن على الجانب الآخر المدرب شوي كانغ هي لا يتحرك الرجل الذي يملك ذكرى حزينة مع الرياضة القطرية حينما فاز عليها السد في نهاي أبطال آسيا في 2011 فاز على هذا الرجل السيد شوي كانغ هي حينما كان مدربا لتشونبوك الكوري الجنوبي فاز عليه السد القطري في نهاي دور أبطال آسيا وبالتالي إن شاء الله تتكرر النجاحات القطرية أمام مدرب المنتخب الكوري الجنوبي هذه كرة منعوبة إلى وسط الملعب مقطوعة واصلة إلى الجهات اليمنى إلى حامد إسماعيل لكن كرة قد طالت على حامد إسماعيل بعد ذلك وصلت إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية الرمية الجانبية ملعوبة إلى الخلف عند دفاعات المنتخب الكوري الجنوبي الذي يريد البداية إلى الأمام يريد أن ينطلق إلى الأمام من خط الدفاع المحاولة في وسط الملعب التقدم من جانبي كي سونج يونج كي سونج يونج لاعب سوانسي الويلزي اللاعب الذي احترف لفترة في سلتيكالوس كوتلندي هذه كرة منعوبة إلى الجهات اليسار إلى تحضيرات جارية مستمرة من جانب المنتخب الكوري الجنوبي لكن أخيرا بلال محمد يطلع الكرة إلى خارج أرض الملعب للأوت إلى رمية جانبية الكرة إلى خارج أرض الملعب للأوت إلى رمية جانبية لصالح المنتخب الكوري الجنوبي نتابع الرمية الجانبية الآن على الناحية اليسار رمية جانبية على الناحية اليسرى منعوبا رمية الجانبية الى منطقة الجزاء الابعد موجود بعد ذلك المحاولة للوصول الى منطقة الجزاء في كرة منعوبة لكنها بعد ذلك عند قاسم برهان بوجود مخالفة مخالفة موجودة الكرة لصالحي قاسم برهان على اثر التدخل الكوري باللطة الماضية التدخل كان غير قانوني وبالتالي حكم المباراة يفصل بين اللاعبين بشكل عام ويعطى الاذن للجهاز الطبي الى الدخول من اجل معالجة قاسم برهان سلامات ان شاء الله لقاسم برهان سلامات قاسم برهان واضح انه متأثر من التدخل الماضي خصوصا مع الطقس البارد الاحتكاكات تكون قاسية للغاية مع الاجواء الباردة قاسم برهان على كل حال ما زال واقعا على ارضية الملعب يعاني من اصابة قاسم برهان اذا اللحظات تتوقف وايضا النبضات تتوقف من اجل الاطمانان على سلامة قاسم برهان الماضية للمنتخب القطري من امام المنتخب البحريني قاسم ان شاء الله قادر على العودة مرة ثانية الى مجريات المباراة قادر على ان يستكمل اه شوط المباراة الاول الى جارب الرفاق وشوط المباراة الاول اه ينقضي من الى هذه اللحظة اكثر من عشر دقائق والتعادل السلبي ما زال مستمرا في هذه المواجهة المباراة التي تبقى حتى الان سلبية بدون اهداف من الجاربين امامك الجماهير الكورية اه التي لازالت تشجع ولا زالت تعازر الى ان تحين اللحظة باذن الله تعالى التي يتمكن من خلالها العنابي من تسهيل الهدف وبالتالي اه اسكاتل اسوات الكورية اه وتفعيل الاسوات القطرية والخليجية والعربية والاسلامية اه الحاضرة الى هذه المباراة الكرة عند قاسم برهان اذا واللعب المتوقف لمخالفة في مصلحة قاسم برهان قاسم عند الكرة الثابتة اه حكم المباراة يعطي الاذن في التنفيذ قاسم على طول يلعب كرة طويلة الى الامام اه ثم بعد ذلك خلفان واضح انه العنابي بدون اي هجمات واضحة اه خلال اللحظات الملعوبة في شط المباراة الاول لكن على الجانب الاخر الكوري الجنوبي اه لا يخلق كثير من الفرص الخطرة على مرمى قاسم برهان لذلك نطمئن الى واقع المباراة على الاقل الى هذه اللحظة الى هذه الدقيقة كرة ملعوبة الى الجيات اليسار لصالح المنتخب القطري ضغط من سباستيا السوريا والكرة بعد ذلك الى خارج ارض الملعب الى الاوت الى رمية جانبية رمية جانبية على الجيات اليسار الرمية الجانبية ملعوبة جاءت من الجيات اليمنى من يسار المنتخب القطري على الجيات اليمين ومنتخب الكوري لكن على كل حل الآن خلفان يتألق في الخروج على كرة بشكل ممتاز ثم الى سباستيا السوريا سباستيا الى حامد اسماعيل حامد اسماعيل يسيطر على الكرة ممتاز حامد ممتاز برافع عليك حامد الكرة واصلة على الجيات اليمين أرضية ملعوبة لكنها لا تجد رأسية عن نبيا وبالتالي الكرة واصلة لصالح المنتخب الكوري ملعوبة إلى الأمام أول كرات المنتخب القطري أول الفرص الخطرة منتخب القطري الكرة عندها وسام رزقلاكو وسام يفقد الكرة الماضية وصلت إلى صالح المنتخب الكوري الجنوبي تبادل الكرات في وسط الملعب الانطلاق الآن إلى الجهات اليمين البحث عن ثغرات لكن الكرة قد طالت ووصلت إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جاربية الكرة قد طالت ووصلت إلى خارج أرض الملعب أمام كتشوي كانكي 53 سنة لعبت 9 سنوات مع منتخب كوريا الجنوبية قبل أن يتحول لعالم التدريب في عام 96 مع فريق سون سامسونج والمفارقة أنه بدأ معهم كمدرب ثم تحول إلى مساعد مدرب معهم وبعد سنوات اختير ليكون المساعد لمدرب المنتخب الكوري تحت 23 سنة ثم مساعدة لمدرب المنتخب الكوري حتى 2004 بعدها قد شومبوك لست سنوات ناجحة على الإطلاق حقق فيها لقب الدوري على مرتين ولقب كأس كوريا الجنوبية مرة واحدة وجاء وصيفا لدوري أبطال آسيا حينما خسر أمام السادسة هذه كرة المنتخب الكوري واصل على طول إلى قاسم برهان واصل إلى قاسم برهان حذاري من مثل هذه الكرات على كل حال الكرة الماضية وصلت إلى قاسم برهان كانت خطرة للغاية ووصلت إلى قاسم برهان شوف الكرة مرة الثانية التوغل في منطقة الجزاء البحث عن أفساد كان من دفاعات المنتخب القطري لكن على كل حال ستر الله جاء وقاسم برهان تصدى وكان حاضرا للكرات الماضية المحاولة موجودة لمنتخب الكوري التمرير على طول في وسط الملعب كيم شنووك يلعب كرة إير الجيات اليسار إلى محاولة كوريا ملعوبة منقولة لمنطقة الجزاء ثم بعد ذلك الكرة واصلة لمصلحة المنتخب القطري تلعب الكرة المحاولة الكورية إلى الأمام تجد تغطية دفاعية لخارج أرض الملعب المحاولة إذن على الجيات اليسار الباقي المنتخب الكوري مرور على الجيات اليسرى ثم بعد ذلك كرة لي شونج يونج مقطوعة لي شونج يونج الذي عد بمهارة عالية في الكرة الماضية بين ثناء الدفاع بين حامد إسماعيل وكذلك مصعب محمود لكن في الأخير الكرة إلى خارج أرض الملعب لضربة زاوية الركنة الركنية لصالح المنتخب الكوري الذي ما زال يعطي أفضلية في المباراة الكرة ملعوبة لمنطقة الجزاء مقطوعة ترجع مرة ثانية بتسليدة ترتد من وسامرز عادت مرة ثانية للمنتخب العنابي برأسية منقولة لصالح منتخب كوريا الجنوبية على الجيات اليمين المحاولة لمنتخب كوريا الجنوبية على الجيات اليمنى والفرصة ما زالت حاضرة على الطرف الأيمن لي جون هو لي جون هو يلعب كرة طويلة إلى قاسم برهان إلى قاسم برهان ممتاز قاسم يحصل على الكرة الماضية كرة كان فيها كثير من الخطر لكن الخطر الأكبر من لي جونج يونج على الجيات اليسرى لعب بولتونو الإنجليزي الذي سبق أن سجل في مرمى المنتخب القطري وذلك بالدوحة في عام الفين وثمانية في مباراة ودية انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي واحد لواحد بين منتخب الكوري الجنوبي والمنتخب العنابي كرة على الجيات اليسار لصالح المنتخب الكوري المحاولة للمرور المرور موجود وحاضرا الآن في وسط الملعب ثم بعد ذلك الكرة منقولة إلى أقسى الجهة اليمنى إلى أقسى اليمين تمريرا واصل منتخب الكوري بعد ذلك خلفان ينجح في الهرب بالكرة ترجع الكرة مرة الثانية لصالح المنتخب الكوري بوسط الملعب منتخب الكوري الذي يعمل على تحضير هجمة تنتهي بفرصة خطيرة جدا في منطقة الجزاء إلى إبعاد في اللحظة الأخيرة يأتي لوسط الملعب سباستان سوريا إصار على كورتها سباستان سوريا يحصل على الكرة بعد ذلك سباستان يحصل على مخالفة ضربة حرة مباشرة كرة ثابتة إذن موجودة لصالح سباستان سوريا على جهات اليسار سباستان حارب صار على كرة نجح في الحصول على الكرة وبعد ذلك بطاقة صفراء جاءت من حكم المباراة السيد نيشي مورا الحكم الياباني ضربة حرة مباشرة إذن للعنابي خلفان إبراهيم كرة ثابتة بنفس هذه الصورة بنفس هذا المكان كانت قد جاءت مع اللحظات الأولى من زمن شوط المباراة الأول الآن كرة ثابتة أيضا حاضرة عند خلفان إبراهيم في هذه اللحظات خلفان عند ركلة الحرة المباشرة توقيت جميل جدا أن يسجل العنابي في هذه اللحظة خلفان إبراهيم خلفان إبراهيم عند ضربة الحرة المباشرة خلفان يلعب كرة ساقطة إلى بطاقة الجزاء بعد ذلك كان إبعاد من دفاعات المنتخب الكوري إلى محاولة وإبعاد بكرة لخارج أرض الملعب إلى العاوت رمية جانبية للعاوت إلى خارج أرض الملعب رمية جانبية الرمية الجانبية إذن في صالح العنابي على الجيئة اليسار المنتخب القطري ما زال يحصل على فرصته إلى الجيئة اليسرى عبد الكريم حسن موجود إلى جانب إبراهيم ماجد إبراهيم ماجد يلعب الرمية الجانبية باتجاه خلفان خلفان حاول يعدي لكن بعد ذلك كرة خلفان مقطوعة الى خارج ارض الملعب الى ضربة مرمان نتذكر في الدوحة المجريات المباراة حينما تقدم اولا العنابي بهدف جاء بواسطة يوسف احمد ولكنه بعد ذلك تعرض لخسارة كبيرة في تلك المباراة كرة ملعوبة منطولة طويلة الى منطقة الجزاء حطرة جدا قاسم برافو قاسم برافو قاسم برافو أن تشعر ان هناك خطر يداهم مرمى العنابي في كل لحظة وفي كل دقيقة الكرة الآن تبعد تشتد الى خارج ارض الملعب الى رمية جانبية رمية جانبية عند ابراهيم ماجد ابراهيم ماجد عند الرمية الجانبية على الجيهة اليسار تراجع قطري بالكامل الآن حتى ولا لعب يتجاوز الثلثة الأخيرة من جهة ملعب المنتخب القطري بعد ذلك صافر موجودة الآن إلى إعلان وجود مخالفة ضربة حرم مباشرة قد تخفف بعض الضغط المتواصل الذي كان عليه المنتخب الكوري الجنوبي تجاه مرمى قاسم برهان إبراهيم ماجد الآن عنده كرة ثابتة إبراهيم ماجد يلعب كرة طويلة إبراهيم راحت على الجهة اليمنى طويلة جدا إبعاد الكرة الرأسية وصلت إلى وسط الملعب الضغط من وسام رزق على حامل الكرة الكرة ما زالت مستمر موجودة لصالح المنتخب الكوري على الجهة اليسار المنتخب الكوري يتقدم الفرصة خطيرة الآن على الجهة اليسرى وثم العرضية واصلة إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية إذن الكرة الماضية المحاول الكوري الجنوبي المنتخب الشمشوني الذي يحاول يمنى تنويسرى يحاول من كل الاتجاهات والأماكن وما زالت كل الاتجاهات مغلقة في وجه الكري الجنوبي والله يسكرها فوجيهم إلى نهاية المباراة إن شاء الله الكرة على كل حال واصلة إلى خارج أرض الملعب إلى ضربة المرمى ضربة المرمى عند قاسم برهان قاسم برهان عند ضربة المرمى لصالح المنتخب العنابي في بداية نرجوها أن تكون بداية خير هذه المرة مع الدقيقة 21 وذلك بعد أن استمرت الأمور لصالح الكري الجنوبي في أكثر من ثلاث ساعة نتمنى أن تكون بداية خير الآن الكرة الموجودة عند قاسم برهان معلنة كمخالفة لدى قاسم برهان على الجهة اليمين قاسم برهان يلعب الكرة إلى الأمام إلى محاولة ولقطة موجودة راسية إلى حامد إسماعيل حامد إسماعيل توزيع الكرة مقطوع بعد ذلك عادت مرة ثانية لصالح القطري وما نبثت أن عادت للكري الجنوبي الآن الكرة إلى خارج أرض الملعب للأوت إلى رمية جانبية الرمية الجانبية في الطرف الأيمن الرمية الجانبية في الطرف اليمين أمال عوب الرمية الجانبية إلى خلفان خلفان رجع الكرة للخلف ثم بعد ذلك نصل عند إبراهيم الغانم إبراهيم الغانم الذي يرحل بالكرة على الناحية اليسرى إلى كرة لصالح إبراهيم ماجد إبراهيم ماجد عدى تقدم بحث عن زميل مرر الكرة إلى قاسم برهان قاسم برهان بعد ذلك تمريرا إلى صالح المنتخب القطري إلى كرة ملعوبة طويلة إلى الأمام ثم بعدها الكرة واصلة للمنتخب الكل الجنوبي في محاولة المرور مقطوعة بريسل ضغط على حمل الكرة إلى صافرة معلنة من السيد نيشيمورا نيشيمورا يعطي صافرة ضربة حرة مباشرة لصالح كي سونج يونغ كي سونج يونغ لاعب الذي يجب أن نحذر من تسيداتها القوية نحذر منها تسيداتها القوية أيضا لعب يمكن أن يلعب في أكثر من مركز الدفاع أو منطقة الارتكاز أو حتى كصانع ألعاب يلعب على ثلاث اتجاهات مثل هذا اللعب يريح مدربة مثل هذا اللعب يريح مدربة مثل كي سونج يونغ لاعب سوانسل ويلزي الذي احترف لفترة في سيلتك في اسكوتلندا على كل حال مخالفة الآن موجودة بعد أن احتسبت لصالحها الكرة ملعوبة إلى جيات اليسار من اللاعبين المحترفين الكوريين الجنوبيين في قطر لا يتواجد في تشكيلة كوريا الجنوبية بأذن المباراة إلا لاعب السيلية فلا لاعب الأخوية موجود ولا لاعب الجيش موجود ولا لاعب السد موجود فقط لاعب السيلية الموجود بين قائمة اللاعبين في منتخب كوريا الجنوبية المحترفين في قطر هذه كرة الان الى الجيات اليمنى لكن في صافرة اعلان مخالفة ضربة حرة مباشرة السيد نيشيمورا نيشيمورا يعطي ضربة حرة مباشرة على الجيات اليمين نيشيمورا الضربة الحرة المباشرة لصالح المنتخب القطري على الجيات اليمين خلفان ابراهيم دائما عند الكرة الثابتة مرتين نفذها على الجيات اليسار الثالثة تأتي من الجيات اليمنى الثالثة ثابتة ان شاء الله في مرمى المنتخب الكوري الجنوب الثابتة في شباك يونغ سونغريونغ الكرة منعوبة إلى مطقة الجزاء مقطوعة ترجع ما زالت خطرنا كدها بعد ذلك رأسيا وصلت إلى يونغ سونغريونغ حارس المرمى يونغ سونغريونغ الذي يوقف مرة واحدة لحماية شباك كوريا الجنوبية في التصفيات الحالية من خلال مباراة لبلان اللي انتهت في صالح كوريا 6-0 45 مباراة دولية وبالتالي يكون الأكثر حضورا بين الأسماء الثلاثة الحراس المدعوي للمشاركة في هذه المباراة وأكثرهم في المشاركات الدولية على اعتبار أنه الحارسين الآخرين لا يملكان خبرة دولية كافية كورا موجودة عند سونغ لكن في صافرة وضرب حر غير مباشر على سونغ باللقطة الماضية لا أعلم إن كانت الأصوات العربية تصلكم التي تهتف باسم العنابي لا أعلم إن كانت تصلكم الآن الجماهير التي تؤازر وتهتف بصراحة مشكورة رغم برودة الجو لكنها تجاوزت كل الظروف من أجل الوقف إلى الجانب العنابي المنتخب القطري يستحق أكثر من هذا يستحق كل هذه التضحيات الكرة موجودة الآن لصالح المنتخب الكري الجنوبي على جهات اليمين التقدم على الطرف الأيمن ثم التمرير والفرصة ما زالت خطرة الآن المحاولة لتسديدها إلى خارج أرض الملعب إلى خارج أرض الملعب هذه عدت لكن ننتبه من الأخريات هذه راحت لكن ننتبه من الأخريات يجب الحذر كل الحذر كوريين خطرين جدا سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ثقافة الشعوب كيف حتى تنعكس على لعبهم يعني شعب بارد لكن منتج حتى لعبة بارد بس منتج كرة فيها ضربت مرمى الآن لصالح المنتخب القطري ملعوبة على طول من قسم برهان الكرة وصلت بعد ذلك إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جاربية إلى رمية جاربية الرمية الجاربية الآن على الطرف الأيمن عند مصعب محمود من يتحرك لتنفيذ الرمية الجاربية مصعب محمود عند الرمية الجاربية يحاول أن يستهلك الوقت وذلك في صالح أو صالح المنتخب القطري نفاذ الوقت على اعتبار عنه مثل ما ذكر الخروج بنقطة من فم الأسد ومن فم كوريا نقطة إيجابية هذه كرة على طول بالرأس مبعدة من إبراهيم ماجد ترجع مرة ثانية محاولة التصويب مقطوع الكرة واصلة لصالح المنتخب الكوري الجنوبي على الجهات اليسار العودة إلى الخلف العودة إلى الوراء ثم التمرير النقلات موجودة واصلة بعد ذلك الكرة إلى الجهات اليمين إلى محاولة للتواغل منطقة الجزاء المحاولة بتمرير ذهبت على طول إلى إبراهيم ماجد إبراهيم ماجد تابع الكرة إلى أن وصلت لخارج أرض الملعب لضربة مرمى إبراهيم ماجد تابع الكرة إلى أن وصلت لخارج أرض الملعب لتكون بعد ذلك كضربة مرمى في صالح المنتخب القطري ست مباريات جمعت بين المنتخبين قطر فازت مرة واحدة والتعادل حدث على مرتين وثلاث انتصارات للكوريا الجنوبية في حين سبق أن التقي بي سيؤول في تصفية كأس العالم لعام تسعين المباراة كانت بعام تسعة وثمانين لكن حساب تصفية كأس العالم تسعين والمباراة انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف وآه لو يعيد التاريخ نفسه وترجع ثاني مرة التصفية لكأس العالم بنتيجة التعادل السلبي كم يتمنى ويتوق لذلك المشجع القطري الكرة الآن إلى خارج أرض الملعب إلى محاولة لصالح المنتخب الكوري تمريرا في محادات منطقة الجزاء ثم بعد ذلك التغطية موجودة بشكل جيد من عبدالكرم حسن أحد اللاعبين الصغار أحد منتجات سباير الكرة الآن موجودة ممتازة يا سلام عليك يا سباستيان يا سلام على هذه الروح على هذه القتالية يا سباستيان الكرة بالرأس على طول من إبراهيم ماجد يرجع الكرة للخلف علما أن سباستيان سوريا فقط إلى جانب يوسف أحمد من سجلوا في التصفيات سباستيان سوريا مرتين فعل ذلك لكن يوسف أحمد مرة واحدة قطر سجلت ثلاث مرات في المباريات الخمسة التي خاضتها لكن هذا ليس معدل ضعيف الأدهى والأمر حينما تعلم أن منتخب إيران جمع سبع نقاط فقط من هدفين من هدفين جمع سبع نقاط لكن منتخب الإيراني يملك ميزة اللي هي الدفاع كأفضل دفاع على اعتبار أن شباكة لم تهتز إلا مرتين كأفضل خط دفاع لكن منتخب القطري ثاني أسوأ دفاع في هذه المجموعة بخمس أهداف المنتخب اللبناني في مرمى عدد كبير من الأهداف المنتخب اللبناني لكن المنتخب القطري ثاني أسوأ دفاع بخمس أهداف المنتخب الكوري عليه أربعة كذلك المنتخب الأوزباكي هذه كرة ملعوبة إلى الأمام لمنطقة الجزاء لكن مبعدة واصل بعد ذلك في صالح المنتخب القطري المنتخب القطري كان يعيش وكأنه في الدوحة في مسألة توقيت نوم اللاعبين في توقيت الغذاء الأكل كلها كأنه في توقيت الدوحة يعني سار على توقيت الدوحة مفاذ ذلك أو سبب ذلك حسب ما يذكر المعنيين عن الرياضة القطرية يقولون أنه الساعة البيولوجية 48 ساعة مدتها لا تتغير اللاعبين يحتاجون إلى أكثر من 48 ساعة من أجل أن تتغير الساعة البيولوجية لذلك استمرين على نفس النظام وعلى نفس الجدول في الدوحة وذلك بسبب أنه الوصول جاء متأخرا بسبب مباراة البحرين يوم السبت الماضي ولذلك الوصول جاء متأخرا إلى كوريا الجنوبية وإلا لو كان الوصول مثلا مبكرا لكانت الأمور تغيرا الكرة الآن ملعوبة إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى نصف ساعة في زمن شوط المباراة الأول إلى هذه اللحظة أيها الأحبة نسير معكم في هذه المواجهة المتعادلة سلبيا بدون أهداف إلى هذه اللحظة نرصد الحدث دقيقة بدقيقة ثانية بثانية الحدث الذي يستمر حتى الآن بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف ضربت مرمى في وسط أو في اليردات الستة الآن عند حارس المرمى قاسم برهان قاسم برهان يلعب كرة طويلة ثم إبراهيم ماجد براسيح إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية الرمية الجانبية لعبت وصلت لصالح المنتخب الكوري مقطوعة إلى إبراهيم ماجد إبراهيم ماجد بعد ذلك يحاول في كرة عنده خلفان إبراهيم ثم وصلت الكرة على طول إلى يونغ يونغ يحصل على الكرة يونغ هوان صاحب الستة وعشرين سنة الذي يميز طبعا القدرة على اللعب من تمال أيضا السيطرة على كرات الهواء الفين واثنى عشر العام الذي تطور فيه مستوى المدافع يونغ هوان تطور كبير في أداء كان في عام الفين واثنى عشر هذه كرة منعوبة الآن عرضية لمطقة الجزاء لكنها مبعدة مبعدة إلى انتصر المرة الثانية في صالح المنتخب الكوري المنتخب الكوري الذي يسيطر على أغلب فترات المباراة لكن هذه السيطرة ليست فعالة الكرة موجودة على الجيات اليسار المحاولة ما زالت للمنتخب الكوري على الناحية اليسرى ملعوبة بعرض الملعب منقولة إلى الخلف سباسيا سوريا يضغط على حامل الكرة وصلت الكرة لصالح المنتخب الكوري الجنوبي تمريرات قصيرة متبادلة بين لعبي المنتخب الكوري وصل الكرة إلى الجيات اليمين المرور من أمام عبد الكريم حسن ثم بعد ذلك الكرة العرضية طويلة وقاسم برهان بقبضة اليد والفرصة ما زالت موجودة للمنتخب الكوري نحذر لكرة موجودة للمنتخب الكوري على الناحية اليسار محاولات عندهم ميزة في الكرات الرأسية عندهم ميزة في الكرات الهوائية الكرة لخلفان خلفان يبحث عن زميل لكن لا أحد يتقدم إلى لمال عبد الكريم الآن ينطلق لكن نحتاج أكثر سرعة خلفان عاد مرة الثانية إلى وسامرز وسامرز في كرة ملعوبة إلى مصعب محمود ممتاز يجب أن لا نندفع يجب أن لا نندفع مهما كانت المغريات متاحة يجب أن لا نندفع هذه الكرة موجودة الآن عبد الكريم حسن يتقط على حمل الكرة الكرة راحت على الجهة اليوم لا هذه خطيرة جدا على الجهة اليمين ملعوبة عرضية يا السلام يا السلام يا قاسم برهان برافو يا قاسم تألق مع الكرة الماضية وتألق يسجل باستمرار لقاسم برهان وبصراحة هذا التألق كان موجود حتى في مباراة لبنان في المباراة التي جرت على ملعب جاسم مرحمد في الدوحة المباراة التي فاز فيها العنابي بهدف سباستيان سوريا في تلك المباراة كان أيضا قد سجل نجاح كبير جدا قاسم برهان في تلك المباراة وأبعد كثير من الكرات الخطرة الآن المحاولة موجودة لصالح المنتخب الكوري ملعوبة إلى الأمام لصالح المنتخب الكوري بعد ذلك التغطية جاءت واصلة برافو براهيم يلعب كرة إلى وسامرز ثم المحاولة عند خلفان خلفان تقدم خلفان تقدم خلفان عند زميل وقع على أرضية الملعب خلفان لذلك يبعد الكرة إلى خارج أرض الملعب لذلك يبعد الكرة إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية عند زميل وقع على أرضية الملعب نيشو مورا حتى الآن لا يعطي الإذن للمساعد أو للجهاز الطبي في مساعدة سباستيان سوريا كوريا الجانبية أكثر منتخبات الأسيوية نجاحاً ووصولاً لكأس العالم وعبوراً للتصفيات حيث وصل منتخب الكوري ثمان مرات كسفير عن آسيا لهذا علينا أن نفهم أنه مهمة ليست بتلك السهولة أمام منتخب اعتاد تجاوز التصفيات في عام الـ 54 86 90 94 98 2002 2006 2010 ومن 86 إلى الآن لا يبتعد عن كأس العالم المنتخب الكوريو الجانوبي في حين اليابان بطلت آسيا لأربع مرات أربع مرات وصلت فقط لكأس العالم في عام 98 2002 2006 2010 إيران وصلت لكأس العالم ثلاث مرات 78 98 2006 أستراليا ثلاث مرات 74 2006 2010 السعودية أربع مرات لكن كوريا الجنوبية لثمان مرات المنتخب الأكثر وصولا لكأس العالم وتمثيلا لقارة آسيا كرة موجودة على طول مصعب محمود محاولة مقطوعة مصعب محمود عادت مرة الثانية لمنتخب الكوري على الجهات اليسار فرصة خطيرة للمنتخب الكوري على الجهات اليسر ملعوبة عرضية إلى منطقة الجزاء استحواذ على الكرة من سون والكرة إلى خارج أرض الملعب لضربة زاوية راحت سليمة عدت سليمة إلى خارج أرض الملعب لضربة زاوية إلى خارج أرض الملعب إلى راكلة ركنية الراكلة الركنية إذن لصالح المنتخب الكوري الجنوبي الدقاقة التي تذهب تذهب في صالح المنتخب القطري وتضغط على المنتخب الكوري ضربة زاوية موجودة عنده كوجا شيول كوجا شيول يلعب كرة على طول وسام رزقي بعد الكرة الى وسط الملعب كرة ملعوبة طويلة عبدالكريم حسن يتابع كرة وصلت لبراهيم ماجد براهيم ماجد على طول الى وسام رزقي وسام رزقي يسقط يحصل على مخالفة ضربة حرة مباشرة يلعب كرة سريعة الى الجهة اليمين الى محاولة الان للعنابي الذي يتقدم على الجهة اليمنى يبحث عن زميل هنا حمد اسماعيل موجود هنا حمد اسماعيل موجود لكن الكرة ما زالت في صالح المنتخب القطري العودة الى الوراء باتجاه وسام تقريبا الكرة الى خلفان ابراهيم خلفان لوسام وسام بعد ذلك يوصل الكرة الى بلان طبعا كما هو معلوم الاول والثاني من كل مجموعة من المجموعتين يصل مباشرة الى البرازيل لكن تحدد موعد ملحق تصفيات كأس العالم حيث يلتقي ثالث المجموعة الاولى بثالث المجموعة الثانية وتقام المباراة ذهبا في ستة سبتمبر والاياب بعدها باربع ايام ان شاء الله في عشر سبتمبر كرة في صالح المنتخب الكوري الجنوبي المصنف رقم سبعة واربعين على مستوى العالم على التصنيف المنتخب الكوري الجنوبي كان في التصنيف سبعة عشر في عام ثمانية وتسعين ياخي ما تفهم احيانا التصنيف على ماذا يعتمد المنتخب الكوري الجنوبي في عام الفين واثنين كان رابع العالم ومع ذلك افضل تصنيف جاء في عام ثمانية وتسعين في الترتيب رقم سبعة عشر كرة الى الجهات اليسار في وسط الملعب الكرة متبادلة متناقلة دائما بين لاعبي المنتخب الكوري الجنوبي الذين يبحثون عن فرصة ايجابية لكن الفرصة حتى الان لا تصنح لهم في تسليل الهدف الاول في اللقاء الكرة موجودة في وسط الملعب بعد ذلك لصالح المنتخب الكوري الجنوبي الى محاولة للمنتخب الكوري الذي يظل مسيطنا على الكرة مستحوذا على الكرة في اغلب فترات المباراة لكنه لا يتمكن من التسليل نتمنى ان يبقى الوضعك كما هو عليهم الحال الان في هذه الدقائق وكما كان عليه في تصفية كأس العالم تسعين وذلك في المباراة التي التقيا بها المنتخبين عام تسعة وثمانين وانت بالتعادل السلبي ذلك اللقاء نتمنى ان يتكرر ذلك الحدث وانجاء هدف عدد نطمع الى ان يتحقق ذلك نطمع الى ان يأتي الهدف للمنتخب القطري الى ان تأتي نتيجة اكبر من نتيجة التعادل للمنتخب القطري الكرة الى خارج ارض الملعب الان فيها رمية جانبية الرمية الجانبية ملعوبة الى سباستيال سوريا سباستيال سوريا عدى كرة الى عبدالكريم حسن عبدالكريم حسن وصلت الكرة الى سباستيال سباستيال ناوى الكرة الى على طول الى خلفان ابراهيم خلفان إبراهيم عاد الكرة إلى مصعب محمود مصعب محمود في نقلات قصيرة أخيراً الكرة فيها وقوع للعب العنابي في أرضية الملعب لكن المنتخب القلطري يواجه هجوم الآن بعد أن طالب ليشمورا باستمرار اللعب في اللقبات الماضية كرة اللعب إلى إبراهيم ماجد بالرأس وصلت في وسط الملعب تمرير مقطوعة ترجع مرة ثانية لصالح المنتخب الكوري إلى الجيئة اليسار المنتخب الكوري الذي يستحوذ على كرة الآن 40 دقيقة في زمن شوط المباراة الأول أيها السادات والسادة متابعين مشاهدين حينما كنتم 40 دقيقة في الشوط الأول من المباراة يتبقى معنا خمس دقائق على نهاية الشوط الأول من هذه المواجهة بلا شك أنها ستكون نهاية ناجحة حينما ينتهي الشوط بهذه النتيجة وبهذا الشكل نهاية ناجحة يعني الوصول إلى النقطة رقم ثمانية على الأقل إذن تات المباراة بنتيجة التعادل يعني الوصول إلى النقطة رقم ثمانية كذلك الأمر بالنسبة للمنتخب الكوري الجنوبي لكن ذلك يعني أنك تجبر المنتخب الكوري الجنوبي على ان يوقف خصومك ايضا في نفس الترتيب حتى اوزباكستان وان كانت تتقدم في فارق نقطة واحدة ولكن تظل ليست بعيدة اوزباكستان لكن يظل امامها مباراة مع المنتخب اللبناني في طاشقل بعد ان سجل نتيجة التعادل الى جارب المنتخب اللبناني في بيروت كرة فيها رمية جاربية على الجهة اليسار رمية جاربية على الجهة اليسارة منفذة المحاولة فيها وقوع من سباستيا سوريا اللي يرجع مرة الثانية ليضغط على الكرة سباستيا سوريا اخيرا الى خارج ارض الملعب واصل الكرة الى ضربة مرمى لصالح المنتخب الكوري يونغ سونغ ريونغ عند ضربة المرمى يونغ سونغ ريونغ عند ضربة المرمى اذا لاحظ الكرة من جديدة التي كانت موجودة عند لي تشونغ يونغ كرة اللعب الى منطقة الجزاء لي تشونغ يونغ ود الكرة على طول الى الجهة اليمين الى محاولة عرضية في منطقة الجزاء ابعاد والكرة تسدد والمحاولة الى خارج ارض الملعب الكرة طلعت الى خارج ارض الملعب لضربة مرمى او حكم المباراة نيشمارة اشار الى وجود ضربة زاوية ركلة ركنية لاحظوا الكرة مرة الثالية التسليدة التي جاءت على طول برأس فراهيم ماجد طلع الكرة الى خارج ارض الملعب الى ركلة ركنية المتعاهد للكرات الثابتة دائما كي سونغ يونغ عند ضربة الزاوية كي سونغ يونغ يلعب ضربة الزاوية الى منطقة الجزاء الى راسية مقطع مبعدة راحت على طول الى جونغ يونغ جونغ يونغ كورتالي خارج ارض الملعب الى الاوت الى رمية جانبية جونغ يونغ لعب الرمية الجانبية باقي الكرة لصالح المنتخب الكوري تمرير على طول الى الامام الى محاولة طالت لخارج ارض الملعب للأوت الى رمية جانبية كرة جي دونغ يونغ لعب اوكسبورغ الالماني المعار من سندرلاند الانجليزي والذي كان والده لاعبا لكرة الطائرة في كوريا الجنوبية ايضا هناك اللعب الاخر المتواجد على دكة البودلاء سون هيونغ من لاعب همبورغ الالماني والده كان ايضا لاعبا للمنتخب الكوري الجنوبي لكن في كرة القدم يبدو هنا في كوريا الرياضة تورث والابداع يورث وفي كل مكان من العالم اعتقد ان الابداع لا يورث رمية جاربية او حكم المباراة اشارة الى ضربة حرة مباشرة ضربة حرة مباشرة اذا على الجهة اليمين حكم المباراة يطالب ب ضبط حائط الصد تقريبا خلفان نقاش مع حكم المباراة وكذلك مع الحكم المساعد ضربة حرة مباشرة ملعوبة الى منطقة الجزاء لصالح المتخب الكوري خطير عبد الكريم حسن يطلعها الى خارج ارض الملعب لضربة زاوية الحذر كل الحذر دائما من الكرات الهوائية الالعاب الهوائية تعطي تفوق كبير دائما لمنتخب الكري الجنوبي ليس فقط امام المنتخب القطري ولا فقط امام المنتخبات العربية بل بشكل عام في المسابقات القرية المنتخب الكري الجنوبي يمتاز بالكرات الراسية الهوائية وايضا سقط المنتخب القدر باربعة في الدوحة بسبب مثل هذه الكرات الكرة الان ملعوبة الى سباستيان سباستيان اصار على الكرة وصلت الى خارج عرض الملعب للاوت الى رمية جاربية للاوت الى رمية جاربية ملعوبة على طول من جارب المنتخب الكوري 45 دقيقة خلاص اكتملت ثلاث دقاق وقت بدى ضايع مضافة على الوقت الاصلي من المباراة كرة ملعوبة الى خلفان خلفان مر القرى الى عبد الكريم الى خلفان مرة ثانية القلب النابض في وسط ملعب المنتخب القطري الكرة الى اليسار لخلفان يا سلام يا خلفان يضغط يحصل على الكرة لكن بعد ذلك المنتخب الكوري يستعيد الكرة مرة ثانية كرة في صالح المنتخب الكوري ملعوبة إلى الجهات اليسار الوقت البدر الضايع يمر والمباراة تمر حتى الآن بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف تقدم انطلاق وصول في محاذاة منطقة الجزاء بعد ذلك إبعاد تشديد للكرة الماضية واصل الكرة من جديد في صالح المنتخب الكوري إبعاد للكرة إلى الجهة اليسار إلى سباستيان سباستيان عدى سباستيان الكرة عند سباستيان على الجهة اليسار ثم الكرة واصلة إلى خارج أرض الملعب للعود إلى رمية جانبية إلى رمية جانبية الرمية الجانبية إذن على الناحية اليسرى اللعبة الرمية الجانبية براسية مقطوعة لخارج أرض الملعب إلى رمية جانبية من جديد يبدو أنه برودة الطقس تلقي بظلالها حتى على المباراة المباراة التي تعاني حتى هذه اللحظة ولا شك أنها تعاني لأننا لا نعترف بواقع الأمر من جارب المنتخب الكوري لا نعترف إذا كان هناك سخونة من جارب المنتخب الكوري أو حتى محاولات ما نريد أن تكون المحاولات للمنتخب القطري أو نغض النظر عن المباراة كرة لصالح المنتخب الكوري على الجهة اليسار تقدم انطلاقه الفرصة موجودة الفرصة في وسط الملعب والتمرير منقولة على الطرف الأيمن للعب الكرة إلى داخل مطقة الجزاء مقطوعة عبد الكريم حسن عبد الكريم إلى سباسيان سباسيان استحوذ على الكرة بشكل ممتاز بعد ذلك الكرة ملعوبة إلى عبد الكريم عبد الكريم أو خلفان الآن انطلاقه خلفان خلفان ياخذ كرة على الجهات اليسرى خلفان مع الكرة يحاول يعدي يمر الكرة واصل إلى تسديده من سباسيان عبد الكريم على الناحية اليسار وقوة لعبد الكريم لكن فيه افساي فيه افساي فيه افساي ضربة حرة غير مباشرة إذن باللقطة الماضية ضربة حرة غير مباشرة لاحظوا اللقطة مرة الثانية التي وصلت إلى عبد الكريم كان التسلل واضحا على عبد الكريم يبدو لي في اللقطة الأخيرة خلفان ياخذ كرة خلفان انطلاقا للمنتخب العنابي خلفان في وسط المنعب مر الكرة إلى صالح السباسيان سوريا معها أيها السادات والسادة متابعين مشاهدين أينما كنتم جاءت التعادل السمير أول قطر سجل هدف مبارك تمنى يسجلون ربعون رحمد مبارك إن شاء الله أول 10 دقيقة قبل كم يكون معه إن شاء الله هدف تساعد علي الهدف الأول والاحتياط الضروري نخفض الإيقاع قدر الإمكان ما يد والله شكله تعادل إن شاء الله تعادل عبد الرحمان محمد إن شاء الله تعادل الله يوفقنا إن شاء الله همام كوريا الجنوبية نطلع من هناك ورجعين منصورين بإذن الله تعالى نبدأ الحرب مرة ثانية من الملعب ترد عود مرة ثانية من شاهدنا الكرام أيها الأحبة من جديد إلى مجرية شوط المباراة الثاني بعد أن تركناكم في شوط المباراة الأول بنتيجة التعادل السلبي نعود إلى بداية شوط الثاني الآن وبعون الله تعالى نجد نتيجة إيجابية بعد أن قضى شوط المباراة الأول من نتيجة التي ربما أنه أرادها الجميع الآن إن شاء الله تعالى البداية التي نريد إن شاء الله موفقة في شوط المباراة الثاني كما كانت عليه النهاية لشوط المباراة الأول كرة إذن إلى خارج أرض الملعب إلى ضربة زاوية الركلة الركنية للمتخب الكري الجنوبي الذي نال على كثير من ضربات الزاوية منذ شوط المباراة الأول ويحصل على ضربة زاوية جديدة الآن في شوط المباراة الثاني دائما التهديدات والتواعدات من ضربات الزاوية الكرة موجودة إلى مطقة الجزائل راسية لكنها إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى بل أنه القرار جاء على أن تكون ضربة زاوية الآن ركلة الركنية إذن على الجهة المقابلة نتابع نتوقف عند ضربة زاوية على الجهة المقابلة ضربة زاوية في صالح المنتخب الكري الجنوبي نتابع ذلك كرة ملعوبة إلى مطقة الجزاء إلى راسية بعد ذلك لخارج أرض الملعب تبقى الكرة كضربة زاوية أيضا مرة أخرى أيضا مرة أخرى ضربة زاوية للمرة الثالثة ملعوبة الكرة داخل منطقة خطيرة جدا عدت عدت بسلام على مرمى المنتخب القطري لتصل بعد ذلك إلى خلفان خلفان حاول في كرة مقطوعة ذاهبة إلى خارج أرض الملعب لتكون كرمية جانبية هذه المرة لصالح المنتخب القطري إلى أن تكون كرمية جانبية في هذه المرة لصالح المنتخب القطري على الجيئة اليمنى للعنابي عند مصعب محمود مصعب محمود يملك الرمية الجانبية على الجيئة اليمين مصعب يلعب الرمية الجانبية إلى صالح العنابي خلفان إبراهيم حاول في المرور خلفان إبراهيم من الكرة الماضية بعد ذلك الكرة موجودة لصالح المنتخب القطري إلى تقدم للأمام من جانب العنابي الذي يحصل ويظفر على الكرة في الناحية اليسرى يريد أن يتمكن من التقدم لكن بعد ذلك الكرة وصلت إلى خارج أرض الملعب إلى أن تجاوزت كرمية جانبية من جانب المنتخب الكري الجانوبي رمية جانبية لصالح المنتخب الكري الجانوبي الرمية الجانبية تأتي على الجيئة اليمين أو عائدة بعد ذلك لصالح المنتخب القطري إلى محاولة عند بلال محمد بلال محمد يحصل على فرصة في منطقة وسط الدفاع من جانب المنتخب القطري ثم يلعب كرة إلى الأمام بعد ذلك وسام رزق يلعب الكرة الرأسية إلى أن يوصل للكرة باتجاه عبد الكريم حسن شوط المباراة الثالثي إذن يبدو أنه التحركات في أكبر عما كانت عليه من شوط المباراة الأول التحركات في شوط المباراة الثالثي أكبر وأكثر من تحركات شوط المباراة الأول يبدو لأنه من الجانبين هذا الأمر التنظيم قد يختلف كثيرا على حسب مرئيات الجهازين الفنيين في استراحة ما بين الشوطين وحسب النظرة التي جاءت من قبل المدربين السيد فهد ثاني مدرب العنابي وعلى الجانب الآخر فكرة وأراء مدرب المنتخب الكري الجنوبي على الجانب الآخر السيد شوي كانغ هي الرجل الذي ربما أنه أعطى توصياته إلى مشوار مختلف عما كان عليه شوط المباراة الأول من جانب منتخب الذي لم يتمكن من التسجيل ونريده أن يستمر كذلك حتى النهاية والكرة فيها صافرة إلى مخالفة إعلى وجود ضربة حرة مباشرة لصالح المنتخب الكوري المخالفة منفذة ملعوبة على طول إلى الجهات اليسرى من جانب المنتخب الكوري الجنوبي المنتخب الأحمر الذي يستحوذ على الكرة على الناحية اليسرى ثم بعد ذلك مرور في منطقة وسط الملعب من كوت جاتشيول ثم بعد ذلك النقل لصالح المنتخب الكوري على الطرف الأحيسرى يتدخل مع بلال يا سلام يا سلام يا بوامنا بلال تدخل كان جيد لكن بعد ذلك الكرة تذهب سريعا إلى صالح المنتخب الكوري الجنوبي الذي يعود بالكرة إلى الخلف للعب الكوري الآن على الجهات اليمنى يحاول أن يتقدم يعدي ثم الكرة والعوبة على طول على الجهات اليسار الكوريون يملكون الكرة في أغلب فترات المباراة في أغلب فترات اللعب هذه الكرة فيها محاولة وعدت إلى خارج أرض الملعب عدت سليمة إلى خارج أرض الملعب شوف الكرة مرة الثانية مثل هذه المحاولات هي تقلق الجانبين تقلق الجانب القطري وتقلق الجانب الكوري لأن الكوري لا ينتظر أن تكون هذه الكرة دائما ضائعة مهدرة وبالتالي مثل هذه الفرص إذا ظلت تهدر كأنه يتأكد الأمر أن المنتخب الكوري غير قادر على التسليل كأنه يتأكد الجمهور الكوري بذلك لكن الجمهور القطري يقلق أنه تأتي مثل هذه الكرات لأنه يظن أن الأمر يقترب شيئا فشيئ لكن الله لا يقربه ولا يجيبه هدف المنتخب الكوري الكرة لخلفان خلفان عدة بعد ذلك خلفان وقع ثم الكرة إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جاربية إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جاربية على الصورة الآن حركات الإحماء للاعب المنتخب الكوري لكن على الجانب الآخر ثلاث أو أربع أسماء من جارب المنتخب القطري تجري حركات الإحماء هذا يعني أننا في صدد أن نشهد متغيرات حتى على مستوى تشكيلة المنتخبين أو حتى على طرق اللعب بالنسبة للمنتخبين لربما أنه كان هناك متغيرات خلال مجريات شوط المباراة الثاني لاحظوا معي مرة أخرى الكرة التي وقع فيها كوجات يول طلال البلوشي تسبب بهذه المخالفة الكرة الآن على الجيات اليومنا خطيرة جدا ملعب عرضية إلى منطقة الجزاء الإبعاد جاء جيد من طلال هذه المرة من تسبب في المشكلة هو منحل هذه المشكلة الكرة لصالح المنتخب الكوري على الجيات اليمية إلى منتخب الكوري ومحاولة المرور والتقدم بعد ذلك الكرة العرضية ساقطة في منطقة الجزاء والإبعاد جاء جيدا إلى خارج أرض الملعب لتصل الكرة بعد ذلك إلى رمية جانبية إذن سيغادرنا الآن سيغادرنا جي دونغ وون يترك أرضية اللعب جي دونغ وون بديل لي دونغ جوك هذا التبديل الذي يجري الآن صاحب الثلاثة والثلاثين سنة لي دونغ جوك لاعب الخبرة هو من يزوج به مدرب الفريق مدرب المنتخب الكوري يزوج به في هذه الأثناء يحاول أن يستعم بخبرته دونغ جوك الذي احترف خارج كوريا مع بيردر بريمن الألماني ومديلزبرا في البريمير ليك هذه كرة لصالح المنتخب الكوري الجنوبي ملعوبة إلى الأمام لكن مقطوعة ترجع مرة ثانية إلى صالح كوريا الجنوبية إلى الخلف في صالح منتخب كوريا الجنوبية عودة إلى الوراء يبدو لي أن الأمور تتحسن لا تذهب لا تذهب إلى الأسوأ بل تتحسن من جانب المنتخب العنابي هكذا أعتقد الأمور الكرة واصلة الآن إلى عبد الكريم حسن عبد الكريم لعب خلفان لعب كرة لخلفان لكن الكرة مقطوعة من أبام خلفان إلى خارجي أرض الملعب للأوت إلى رمية جانبية الرمية الجانبية لعبات ثم بعد ذلك مخالفة ضربة حرة مباشرة أعتقد أنه التدخل ما كان جيدا ولا كان واقعيا شوفوا إبراهيم ماجد ترك الكرة وذهب لإحتجاز لي شونج يونج وبالتالي ضربة حرة مباشرة صحيحة القرار من حكم المباراة ضربة حرة مباشرة كرة ثابتة لمنتخب الكوري الجنوبي انتظار وتحفز وترقب للكرة الثابتة لمنتخب كوريا تتحفز لها سيول وتحذر منها الدوحة كرة ثابتة لصالح المنتخب الكوري الضربة الحرة المباشرة وقاسم برهون يوجه حاط الصد المكون من لاعبين الآن مكون من لاعبين حاط الصد وضربة حرة مباشرة لمنتخب الكوري وترقب لضربة الحرة المباشرة ما زالت الكرة حوار يدون وانيشي مورا يعطي لدم في التنفيذ والكرة على طول إلى قاسم برافو قاسم برافو قاسم قاسم تعلق ما شاء الله لا قوة إلا بالله تعلق يستمر من قاسم برعان هذه الكرة تراسية الماضية التي وصلت إلى قاسم برعان مع الكرة منعب الكرة إلى طلال طلال ليصار على كرة ممتازة ياخذ كرة على طول إلى تمريره ممتازة أنت سباستيان سباستيان في كرة مقطوعة إلى حمد إسماعيل حمد إسماعيل يعني مثل هذه الكرات نعط عليها بالنواجل لأنها ما تتكرر هذه الكرات ما تتكرر نتمسك فيها بعض الهجمات نعط عليها بالنواجل ما تتكرر يعني لا تذهب الكرة بهذه السهولة لصالح المنتخب الكوري الذي يبقى الآن في بداية محاولة بواسطة دفاع الذي يريد أن يتقدم للأمام بكرة واصلة الآن في وسط الملعب وتحديدا من جهة كي سونج يونج كي سونج يونج يمر الكرة على الجهة اليمين منتخب الكوري تقدم من انطلاق وبح وتحري وتمرير الآن ملعوبة إلى كي سونج مرة ثانية كي سونج كي سونج يلعب كرة إلى الجهة اليسار إلى كي سونج مرة ثانية تجد أنه كي سونج دائما الكرة لازم تعبر من خلاله لأنه اللعب الذي قلت في شوط المباراة الأول يمكن أن يلعب في ثلاث مراكز هذه كرة إلى طلال طلال أبعد كرة إلى وسط الملعب لمنتخب الكوري من جديد مرة الثانية المنتخب الكوري يسيطر على اللعب وكرة عرضية ملعوبة إلى داخل منطقة الجزاء ثم الكرة مقطوعة ثم الكرة مقطوعة إذن تبديل وحيد بخروج جي دونج وان وجاء البديل لدونج جوك كرة اللعب طويلة قاسم برافو نيشمور هذه المرة هو من أنقذ المنتخب الكاتري قاسم لم ينقذ المنتخب الكاتري بل تجرى جرى مش في محلها من قاسم الكرة الماضية لكن على كل حال الكرة جاءت بصافرة بسبب وجوده في ساد لاحظوا معي مرة الثانية اللقطة صريحة نيشمورا أجاد إلى جانب مساعدة في احتساب الكرة الماضية بضربة حرة غير مباشرة على اعتبار أنه اللعب الكوري كان منتواجدا في مكان التسلل ضربة حرة غير مباشرة ملعوبة على طول قاسم مرهان يلعب الكرة إلى وسط الملعب حمد إسماعيل يستحود على الكرة يمر الكرة إلى سباستيان سباستيان يا سلام يأخذ كرة سباستيان يلعب عرضية لملتقة الجزاء إلى خلفان خلفان الكرة طالت على طالت 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 أصبحت صعبة أصبحت صعبة الكرة لصالح المنتخب الكوري الجنوبي اللي يحصل على كرة الآن المنتخب يا سلام عليك يا سباستيان يا راية يا سباستيان سباستيان يحاول الآن في تسليده ترتد ترجع لمرة الثانية سباستيان يمر الكرة واصل الآن على جهة اليمين المحاولة عند حمد إسماعيل حمد يحاول يعدي على ضغط حمد إسماعيل يمر الكرة لكنها مقطوعة مقطوعة وصلك إلى صالح المنتخب الكوري يا الله مطمع الإنسان يعني من فرصة أردناها هدف هم من اليوم أجمون ما سجلوا هدف يعني الهدف ما يجي بكلها السهولة لكن على كل حال فوات الفرص من المنتخب الكوري الجنوبي قد تكون نذير شؤم على الكوريين أنه من الممكن أن يسجل العنابي مستغلا هذا الاهدار ولو أنه بوجهة نظري ليس من فرص واضحة وصريحة من جانب المنتخب الكوري الجنوبي ليست بتلك الوضوح يعني ما زالت الفرص أقل بكثير مما توقناه في شوط المباراة الثاني على أقل تقدير على اعتبار أنه بعد أن انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي ربما رأيت خطورة أكثر تكون في شوط المباراة الثاني في ظل التراجع الواضح من قبل المنتخب القطري بشوط المباراة الأول لكن على كل حال الأمور تأتي إيجابية إلى هذه اللحظة ونحن نقترب من ربع ساعة في شوط المباراة الثاني وبإذن الله تعالى أيضا نصف ساعة تتم على خير على خير يا رب إن شاء الله نصف ساعة تتم على خير كرة ملعوبة إلى الجيات اليسار في صالح المنتخب الكوري المرور موجود والكرة العرضية آه أوف سايد لا أقول لا أقول حسبها هذا ما كنا نحذر منه أنه في الكرات الرأسية يمكنهم أن يسجلوا بأي لحظة هذا ما حذرنا منه منذ شوط المباراة الأول هذا ما قلنا منذ شوط المباراة الأول أنهم يستطيعون أن يسجلوا دائما من الكرات الرأسية لاحظوا هذه الكرة مثل الخداعة آه التي خدع فيها المدافعين تقدم المدافعين تقدم ما كان آه واقعيا وبالتالي تركوا آه وحيدا لي جون هو آه الذي ينجح بتسجيل الهدف الأول لي جون هو نجح الآن في تسجيل الهدف الأول في المباراة الذي سجل مرتين في العنابي بلقاء الذهب يعود ليسجل مرة ثانية في هذا اللقاء يكون هدفا الثالث في التصفيات في مواجهتي المنتخبين ذهبا وعيابا كرة المنتخب الكوري تمريرا على الجيئة اليسار منقول الآن طويلة واحدة ستين دقيقة ذهبت من المباراة لنشهد الهدف الأول في المواجهة الهدف الذي تأخر إلى الدقيقة واحدة ستين تمنينا أنه أصلا لا يحضر معنا إلى هذه المباراة جعنا من الدوحة إلى ملعب سيول كأس العالم ولم نرد أن يكون الهدف حاضرا معنا في هذه المباراة لكنه كان فضوليا وجاء حاضرا إلى هذا اللقاء الهدف وبالتالي مدام الهدف جاء فننتظر مزيد أي أنه ننتظر أن يكون هدفا آخر ولكنه قطري ننتظر أن يكون الهدف الآخر من أجل أن يشرفنا في هذه المباراة ونشهد نتيجة التعادل كرة ملعوبة الآن لصالح المنتخب الكوري على الطرف الأيمن نقلة الكرة التحضيرات جارية الآن في حدود مطقة الجزاء مقطوعة لتصل مرة ثانية للعنابي في وسط الملعب العنابي يتقدم الآن بكرة ملعوبة واصلة إلى الجيات اليسار إلى محاولة هجومية عبر الجيات اليسار نقلة قصيرة معادة إلى الخلف في صالح العنابي الكرة بوسط الملعب إلى تمريرا للأمام عادت بعد ذلك مجددا لصالح المنتخب القطري الذي يريد على أقل تقدير أن يعود مرة ثانية بنتيجة التعادل أن يسجل هذه كرة ملعوبة إلى الجيات اليمين إلى محاولة عادت فيها الكرة للخلفة في مشوار التصفية من يسجل فيها المنتخب القطري في القسم الأول يسجل فيه بالقسم الثاني سجل في مرمى لبنان بالقسم الأول وعاد سجل في مرمى لبنان في القسم الثاني وسجل في مرمى كوريا بالقسم الأول يريد أن يحضر مرة الثاني لو يسجل في القسم الثاني خلفان الله 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 يا خلفان الله يا فنان هنا في أرض كوريا يرتفع لقطر شان والسجل التعادل خلفان إبراهيم فخلفان فنان إبراهيم فنان السجل التعادل ترجع قطر مرة ثانية بنتيجة التعادل واحد واحد هو غول يا خلفان هو غول يا فنان واحد واحد ترجع المباراة يعود لقاء بنتيجة التعادل شوت يا خلفان شوت يا كبير شوت يا فنان شوت يا كبير شوت يا فنان ويرتفع لقطر في ملعب كاس العالمشان واحد واحد ترجع قطر للمباراة تعود قطر للمباراة تعود الفرحة للشفاه القطرية تعود الرقصة للقلوب القطرية واحد لواحد ترجع المباراة مرة ثانية يا الله في أصعب اللحظات في أصعب الظروف في أصعب اللحظات في أصعب الظروف جاء اللعيب ولد لعيب جاء نذيب ولد ذيب وسجل التعادل وعاد مرة أخرى بالمباراة إلى نتيجة التعادل الكرة للمنتخب الكوري ملعوبة للأمام وصلت الكرة الآن لصالح المنتخب القطري على طول إلى قاسم برعان إلى قاسم برعان قاسم مرة ثانية يحصل على الكرة يلا شباب يلا شباب يد بيد من أجل بلوغ كأس العالم من أجل أن نضع قدما في البرازيل بإذن الله كرة ملعوبة طويلة مقطوعة ترجع مرة ثانية للمنتخب الكوري للمنتخب الكوري لله يدرك يا خلفان وهنيا لقطر هذا الابن البار والذي يتعلق ويتفوق متى ما أرادته تجد في الخدمة في الخدمة عند رأس الخدمة الكرة الآن للطرف الأيمن للمنتخب الكوري الذي يحاول مرة ثانية للعودة للتسجيل لكن الكرة مقطوعة ممتازة من سباستيان سباستيان يأخذ كرة يتقدم سباستيان سباستيان ما زال يحافظ على كرة لكنها قطعت إلى صافرة مخالفة إلى صافرة مخالفة سباستيان عنده بطاقة صفرة إن شاء الله تمر الأمور بسلام خمسة وستين دقيقة من عمر المباراة خمسة وعشرين دقيقة متبقية يعني شيء لا يعقل بالنسبة للأعصاب أن تحتمل كل هذا خمسة وعشرين دقيقة تحتاج إلى أعصاب فلاذية من أجل أن تجتاز الموقع بسلام ضربة حرة مباشرة لصالح المنتقم الكوري ملعوبة إلى منطقة الجزاء إلى رأسيه يا السلام يا السلام يا سلام يا شباب الكرة لخلفان خلفان مع كرة ملعوبة في المكان السريم حامد اسماعيل تقدم على طول يونج يطلع كرة للأمام إلى مرتدة مرة أخرى المباراة في أخذ ورد الكرة طالت وإبعاد جاء خاطئ يا السلام يا قاسم يا الله يا قاسم الله عليك يا قاسم تؤلق يا كبير ممتاز يا قاسم الكرة للصالح المنتخب القطري على الجهة اليسار يمشي عدي خلفان يأخذ الكرة خلفان يعد فيها خلفان يدور على زميل يمر الكرة قصيرة مرة الثانية المحاولات القطرية على الجهة اليسرى على الجبهة اليسرى بحثا عن خلفان لكن الكرة مقطوعة معلش لكن الكرة مقطوعة معلش المهم أنه لا تعود لهم محاولات بنفس الصورة الماضية بنفس الصورة الماضية هذه الكرة ملعوبة قاسم مرة ثانية الدفاع يجب أن يصحو من غفوة من غفلة في بعض الأحيان لأنه ليس كل شيء على قاسم أن يتحمل يجب أن يتقاسم مع قاسم هذا هذا البركان الثائر للكوريا الجنوبية الكرة الآن إلى اليسار يجب أن يتحمل الدفاع مسؤولية من أجل إخماد بركان كوريا الجنوبية الثائر الغاضب الآن على ملعب بعد هدف التعادل كرة ملعوبة إلى الجهة اليمين لصالح المنتخم الكوري منتخم كوريا الجنوبية يستحوذ على كرة ملعوبة سريعة الآن طويلة إلى منطقة الجزاء لكنها وصلت إلى قاسم الجديد لكنها وصلت إلى قاسم الجديد دقائق ولحظات صعبة جدا دقائق ولحظات صعبة جدا فيها شد وجد الكل يقف من مكانه الكل يقفز من مكانه هذه كرة فيها الصافرة الآن أعطاه وجود أفساد ضربة حرة غير مباشرة أفساد ضربة حرة غير مباشرة إذن مع اللقطة الماضية ضربة حرة غير مباشرة ونعبة من جرب المنتخب الكوري الجنوبي أعتقد أن كل اللحظات مستثمرة كل اللحظات مستثمرة لأن كل الخطوط مستثمرة في شوط المباراة الثاني لا توقفات محاولة من الجاربين لاستثمار الوقت الكرة في وسط دفاع المنتخب الكوري الجنوبي الآن في وسط ملعبة وتمرير ملعوبة على طول إلى الأمام طالت 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 تبعها قاسم تبعها قاسم إلى أن تحصل عليها قاسم برهان الآن قاسم برهان يحصل على الكرة هدف لهدف شوط المباراة الثاني واضحة منذ البداية معالمه أنه منذ بدأة شوط المباراة الثاني قلت أنه الأمور تبدو متغيرة مع البداية ليست كما كانت عليه في شوط المباراة الأول لأنه هناك سرعة من الجاربين هناك هجوم متبادل هجوم متراشق من الجانبين حتى المنتخب القطري الآن رغم أنه عاد بنتيجة التعادل لكنه أكثر جرأة عما كان عليه في شوط المباراة الأول وكأنه شاهد شيئا لم يشاهد في شوط المباراة الأول الكرة موجودة لصالح المنتخب القطري طلال فقط نبحث عن القرار الصحيح وإلا هناك محاولات جيدة في أغلب الفترات خلفان عنده كرة خلفان يأخذ الكرة عبد الكريم تقدم لكن عبد الكريم ما تقدم خلفان لعبها إلى سباستيان مقطوعة ترجع مرة الثانية لصالح المنتخب الكوري المنتخب الكوري يتقدم لكنه ليس هناك عدد كبير من لعبين المنتخب الكوري في الأمام المحاولة الآن على الجيات اليمين ليجيون يلعب كرة عرضية والراسية جاءت إلى داخل منطقة التحضير ما زالت فرصة مواتي للمنتخب الكوري لكن بعد ذلك الكرة راحت إلى خارج أرض الملعب يريدون ويحرصون على أن يستثمروا أي كرة تتاح لهم في شوط المباراة الثانية حتى هذا الحرص ربما أكبر بكثير عما كان عليه في شوط المباراة الأول المباراة صعبة بصراحة صعبة ما لا يحتم المتابعة للمباراة أمام خيارين أما يقفي لا يتابع المباراة ولا عصير ليمون بالنعماع ينصح فيه الخبراء لأجل أن تروق العصاب وتستمر في هذه المباراة فيما تبقى منها في ثلث ساعة أخيرة مخالفة موجودة لصالح المنتخب الكوري أكمل مباراة نيشي مورا ليعطي ضربة حرة مباشرة ويضبط حاءة الصد نحفر دائما من الكرات الهوائية ضربة حرة مباشرة موجودة لصالح المنتخب الكوري المنتخب الكوري الآن بمحاولة منعوبة إلى منطقة الجزاء وقاسم تألق جديد لا جديد حينما يتألق قاسم من جديد الكرة إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جاربية رمية جاربية لمنتخب الكوري اللعبة الرمية الجاربية المحاولة ملعوبة على طول إلى الجهات اليمنى إلى محاولة مرة الثانية راسية ذهبت لقاسم ليحصل على الكرة قاسم برهان يأخذ الكرة يطمم من زملاء التقدم إلى الأمام من أجل أن يلعب كرة طويلة قاسم لعب كرة بعد ذلك إلى عبد الكريم حسن على الجهات اليسرى عبد الكريم أخذ كرة لكنها إلى خارج أرض الملعب إلى الأوت رمية جاربية خلفان خلفان وعبد الكريم عبد الكريم يضغط على حامل الكرة نيشي مورا يطلب السمرارية اللعب الكرة واصلة لصالح المنتخب الكوري أشوف دقة الاستلام والتسليم عند اللاعبين الكوريين هذا ما نحتاج إلى أن يكون حاضرا عند اللاعبين العرب الكرة على الجهات اليسار بالكعب على طول ملعوبة لكنها بعد ذلك ممتازة تغطية جاءت من جارب مصعب محمود مصعب محمود الذي تابع الكرة الماضية والواسلة الآن لصالح المنتخب الكوري عرضية إلى منطقة الجزاء لكنها مقطوعة ثم بعد ذلك إبعاد الكرة ما زالت خطرة ما زالت خطرة مرور وتسديد تصطد وترجع مرة ثانية منتخب الكوري الفرصة ما زالت خطيرة من منطقة الجزاء والمحاولة الآن إلى الداخل منطقة ثم إبعاد ثم إبعاد ثم إبعاد إلى كرة لصالح المنتخب الكوري يا سلام عبدالكريم أخيرا يبعد الكرة على طول إلى وسط ملعب المنتخب الكوري الجنوبي يا لها من لحظات ويا لها من دقائق ويا لها من مباراة كرة اللعب إلى جيات اليمين من يستطاع أن يغمض عينيه فليغمضها أما أنا فلا أقدر لأن مهنية تتطلب أن أتابع اللحظة وبالتالي أوصل الصوت وما يحدث في مجريات ملعب المباراة وما يحدث في ملعب سيول لا أقدر على أن أغمض العينين لكن من يستطيع ذلك فليفعل هذه كرة ملعوبة الآن لصالح المنتخب الكوري الجنوبي لكن ليت إذا غمرت عينك وفرتحتها تلقى المباراة انتهت ليت يحدث ذلك الكرة الآن ملعوبة وصلت خطيرة يا سلام يا سلام الله ثم قاسم بصراحة يعني في أكثر من مرة على أمور تذهب إلى أن تزداد سوان لكن بتوفيق الله ثم قاسم برهان المنتخب العنابي يتجاوز كثير من المحن في هذه المباراة كرة اللعب مقطوعة لصالح العنابي في وسط الملعب خلفان خلفان يأخذ كرة خلفاني حاولي عدي فيها خلفان كورتا إلى خارج أرض الملعب ذهبت للآوت أيضا تغيير عبد الكريم حسن إذن يغادر أرضيات الملعب ماهر يوسف اللعب البديل محاولة لاستثمار سرعة ماهر يوسف الذي يأتي بديلاً خلال هذه اللحظات عبد الكريم إذن يترك أرضيات الملعب ماهر يوسف من يأتي كبديل أول للعنابي في زمن شوط المباراة الثاني تابع الرمية الجانبية الملعوبة على طول مقطوعة في صالح المنتخب الكري الجانوبي إلى محاولة طالت طالت كثيراً ووصلت إلى قاسم برهان قاسم يستحوذ على الكرة الآن قاسم استحوذ على الكرة الجمهور الكوري يدرك أنه الدقائق ليست في صالحة لذلك حينما يتأخر اللعب القطري في الكرة يذهب للصيحات من أجل أن يضغط على اللعب القطري في لعب الكرة بشكل أسرع لأنه يدرك أنه الأمور ليست في صالحة حينما تذهب هذه المباراة إلى نتيجة التعادل خصوصاً أن المباراة تأتي على ملعب بين جماهيرة كرة اللعب إلى الناحية اليسار إلى كرة طالت بعد ذلك لخارج أرض الملعب لضربة مرمى بعد هذا اللقاء طبعاً العنابي عند مباراة يلتقي فيها المنتخب الإيراني في الدوحة بإذن الله تعالى الخروج بهذه المباراة بنقطة التعادل والفوز بعد ذلك على إيران وكأنك ترى تفاصيل الوصول إلى البرازيل بعون الله تعالى ضربة المرمى الآن عند قاسم برهان والجماهير الكورية فرحانة شكل ما يعرفون الحسابات هذه كرة من قاسم برهان ملعوبة بالخطأ تعادت مرة ثانية لصالح المنتخب القطري لكنها سرعاً ما تعود مرة ثانية للمنتخب الكري الجنوبي على الجيات اليسار خلفان يأخذ كرة إلى الأمام خلفان جاءت بشكل ممتاز إلى سباستيان سباستيان يلعب كرة عرضية ممتازة إلى ماهر لكن ماهر تقدم بتوقيت خاطئ تقدم ماهر في الكرات الماضية ما كان توقيت دقيق لذلك ذهبت الفرصة وفاتت على ماهر لكن بصراحة سباستيان سوريا في أوقات كثيرة أبل بلاء حسناً سباستيان سوريا عندها كنترول رائع جداً يعني هو الوحيد الموجود في الأمام لذلك حينما تأتي الكرة عنده تجد يستحوذ عليها ما يترك الفرصة تذهب عليه بالكنترول الرائع الذي يمتاز فيه سباستيان سوريا لا الطقس يهدأ علينا ولا كوريا يهدأ علينا والأوضاع تبدو صعبة إلى هذه اللحظة إلى هذه اللحظة الكرة ممررة الآن لصالح المنتخب الكوري الجنوبي ملعوبة تمريرة باتجاه يونغ أنهان يونغ في تمريرة ذهبت إلى لي شونغ يونغ يلعب كرة إلى الجهة اليمين في الجهة الفارغ الآن والكرة بعد ذلك إلى بطقة الجزاء ثم الإبعاد عادت معها الكرة مرة ثالية إلى صالح المنتخب الكوري الجنوبي إلى أن تصل عند حارس المربع يونغ سونغ ريونغ المباراة الثانية كما ذكرت ليونغ سونغ ريونغ في التصفيات في مشوار المنتخب الكوري الجنوبي بالتصفيات كرة إلى الجهة اليسار ممررة قصيرة إلى الخلف يونغ هون محاولات كورية في كل الاتجاهات وفي كل الأماكن تمريراً ملعوبة إلى الأمام ثم بعد ذلك الكرة مقطوعة باتجاه وسام ريسك وسام ريسك يحصل على مخالفة ضربة حرة مباشرة بدعواتكم بإذن الله تعالى يتم الصمود إن شاء الله في هذه المباراة بدعواتكم يتم الصمود في هذه المباراة مخالفة لصالح العنابي بلال محمد يلعب الكرة طويلة إلى سباستيان سوريا سباستيان سوريا يخسر الكرة لصالح المنتخب الكوري منتخب الكوري الذي يذهب لتحضيرات في وسط الملعب ثم الضغط على حامل الكرة من خلالها يستعيد المنتخب الكوري المحاولة من جديد وسام ريسك يضغط وخلفان يضغط والكل يضغط في كل اتجاهة ومن كل صوب والكرة الآن إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية إلى رمية جانبية على الناحية اليسار ملعوب الكرة إلى إبعاد مرة ثانية المنتخب الكوري يبدو أنه على وشك إجراء تبديل المنتخب الكوري على وشك تبديل ولهذا التبديل يصفق الجمهور الكوري لهذا التبديل يصفق الكوريون الكرة ملعوبة الآن على الجيئة اليمنى طبعا ثلاثة من لعب العنابي يجرون حركات الإحماء كرة ملعوبة ساقطة أمام منطقة الجزاء لكن مقطوعة وأوفسايد ضربة حرة غير مباشرة ضربة حرة غير مباشرة الدقيقة ثمانين تقريبا نقترب منها نقترب من الدقيقة ثمانين شيء فشيء حديث من نيشيمورا مع مدافع العنابي وتحديدا مع وسامرز خلاص يعني ثمانين دقيقة تقريبا يعني المتبقي معنا بإذن الله تعالى الآن والدقيقة ثمانين تكتمل المتبقي معنا عشر دقائق إن شاء الله تعالى فهد ثاني قد لا يسمعني إلا بإحساسه عشر دقائق متبقية فهد ثاني الصمود ثم الصمود في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة إذا صاحب الهدف يغادر لي جون هو والبديل سونغ هونغمين ناعب هامبورغ الألماني الذي يحل بديلا والذي تظهر صورة الآن في المدرج صورة التي يحملها الجمهور الكوري الجنوبي لعب هامبورغ الألماني سونغ هونغمين كرة اللعب إلى وسط الملعب خلفان إبراهيمي صار على الكرة ثم بعد ذلك صافرة مخالفة ضربة حرة مباشرة الكرة الثابتة ملعوبة إلى سونغ هونغمين الذي يتقدم الآن البديل يتقدم على الجهات اليسرى يذهب سريعا من الجهات اليسار يلعب كرة عرضية ثم الكرة العرضية مقطوعة ثم إبعاد كرة واصلة لصالح المنتخب الكوري تفكير في التسليد والتسليد تستد ثم واصلة إلى قاسم برهان واصلة إلى قاسم برهان قاسم برهان يأخذ الكرة يلعب كرة طويلة إلى الأمام إلى وسط الملعب يلعب الكرة باتجاه حامد إسماعيل وصلت الكرة للعنابي إلى طلال بلوشي طلال والمحاولة عند سيباستيان ثم طلال مرة ثانية طلال يلعب كرة إلى حامد إسماعيل حامد إسماعيل كورة مقطوعة لصالح المنتخب الكوري الجاروبي انطلاق من هينغمان الذي يحصل بعد ذلك على مخالف أضرب حرمو أو اللعب مستمر مستمر اللعب أعطى فيها استمرارية لعب لذلك الفرصة مازالت موجودة للمنتخب الكوري خطيرة على جهات اليمين خطيرة 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 المتابعة موجودة برافو 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 المتابعة موجودة والكرة إلى خارج أرض الملعب إلى العود إلى رمية جانبية الرمية الجانبية عند вони شونغ يونغ عند الرمية الجانبية نفذت رمية الجاربي والكرة عرضية داخل نطقة الجزاء بعد ذلك في كرة الى الامام الى سباستيان سوريا الى سباستيان سوريا لكرة مرة ثانية تأتي لمنتحب الكوري الاستحواذ ليست جديدة لان يكون في اغلب فترات لمنتحب الكوري الان محاولة ملعوبة راحت بعيدة الى خارج ارض الملعب الى رمية جاربي هذا من احتفلوا فيه هو من لعب الكوربي هذا الشكل الى خارج ارض الملعب الى رمية جاربية الرمية الجاربية الان على الناحية اليسار في كوريا كان هناك رياضة تدعى شك جوك هذه الرياضة مجتهرة في كوريا منذ العصور القديمة والقرون القديمة لهذا حينما دخلت الكرة في عام 1882 عبر طاقم بحارة من البريطانيين تقبلوها واستبدلوا الشك جوك بكرة القدم في عام 21 يتم تنظيم اول دوري على مستوى كوريا الجنوبية لهذا نفهم الفارق الكبير الذي يصب في صالح الكوريين عن غرب اسيا لهذا يجب ان نتقبل واقعنا ونسعى لتطويره حتى على مستوى الشرق لا ينافسهم الى اليابان لكن على مسألة الوصول الى كأس العالم يتفوقون حتى على اليابان كرة لصالح المنتخب الكوري الجنوبي والله منصو رايح مع الصيحات مرتبك في اكثر الكرات الكرة الان الى خارج ارض الملعب الى الاوتي الى رمية جانبية رمية جانبية ايضا على الجهات اليوم مصعب عند الرمية الجانبية على الطرف اليمين لعب الرمية الجانبية مقطوعة بعد ذلك الكرة مرة الثانية الى صالح المنتخب الكوري الذي يعمل على تحضير كرة ملعوبة الى الجهات اليمين لمنتخبي كوريا الجانبية منقولة طويلة الى الامام 84 دقيقة دقائق تمر صعبة جدا على الجاربين بصراحة على الجاربين بصراحة لنكن صريحين من انفسنا ليس فقط على من يحتاج الفوز اكثر من منتخب القطري منتخب كوريا يحتاج الفوز هو الكل يحتاج الفوز لكن كوريا على ملعبها تحتاج الفوز هذه كرة الان مقطوعة ترجع مرة الثانية المحاولة للمرور ثم محاولة التسليد والتسليد بعيدة جدا الى خارج ارض الملعب لضربة مرضى التسليد بعيدة جدا الى خارج ارض الملعب لضربة مرمى بصراحة لحظات مقلقة اه وكما قلت انه اللحظات المقلقة على الجانبين وضربة المرمى الان عند قاسم برهان قاسم يلعب كرة ملعوبة اه منقولة طويلة الى الامام في وسط الملعب ابعاد كرة مرة الثانية لصالح المنتخب الكوري بلال محمد اه دخول لم يكن موفق ولذلك الكرة باقية لمن من على الجهات اليسار يحاول يعدي يحصل على مخنفة ضربة حرم مباشرة محتسبة ضد حامد اسماعيل اذا ضربة حرم مباشرة محتسبة ضد حامد اسماعيل نيشو مورا يوقف اللعب يعمل التهدية اه ما يحدث هو اه ليس في صالح الكوريين ليس في صالح الكوريين ما يحدث لكنه بلا شك من صالح المنتخب القطري من كان اه لا اعلم اذا 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 كانت اه دقيق الوصف انه اه لم يكن ناضجا في التصرف الماضي حامد اسماعيل حاول ان يجترى الى احداث هذه المشكلة وقبل بذلك من اه بالتالي اه شوف يعني بعد ان حدث العراق من قبل بهذه المشكلة والمشكلة ليست في صالح الكوريين لربما انه على الاقل اخذت بعض الوقت اخذت بعض الوقت الذي هم الكوريين لكن ما ذهب من الوقت لا يهم على الاطلاق لا يهمنا على الاطلاق بطاقة صفراء اه تذهب لكل لعب بطاقة صفراء اذا تذهب لكل لعب مخالفة موجودة حكم المباراة تيشي مورا يضبط حاط الصد المكون من لعب واحد مضربة حرة مباشرة موجودة لصالح المنتخب الكوري ملعوبة الى اقصى اليمين يا سلام عليك يا قاسم صراحة العبارات حائرة امامك يا قاسم تعجز عن شكرك ووصفك يا قاسم قاسم برعان الذي تجلى الذي تعلق في هذا اللقاء يلعب كرة طويلة قاسم واصل الى الامام ثم مقطوع الكرة بالرأس في صالح المنتخب الكوري ابعاد الى حامد اسماعيل حامد كرة واصلة الى خلفان خلفان تقدم شوتا يا خلفان شوتا يا خلفان ما ركبت هذه المرة ما ركبت هذه المرة مع خلفان الكرة لسيباستيان سيباستيان راحت عند الكرة الى مخالفة ضرب حرة مباشرة ممتاز ممتاز الوضع كذا ممتاز يا رب الهمنا صبرا للدقائق القليل المتبقي من المباراة ضرب حرة مباشرة عند خلفان خلفان في كرة ثابتة ضرب حرة مباشرة لصالح العنابي خلفان ابراهيب حاكم المباراة يطبط حاط الصد بلاعب واحد وضرب حرة مباشرة موجودة عند خلفان وخلفان يستعد للتنفيذ نيشي مورا اعطى الاذن والكرة منعوبة الى منطقة الجزاء بالرأس وصلت الى خارج ارض الملعب سهلة جدا واصلة الى خارج ارض الملعب الى ضربة مرمى ضربة مرمى اللعبة طويلة الى الامام المتابعة جاءت جيدة من بلال لكن اشار حكم المباراة الى اعلام مخالفة على اعتبار انه كانت لمسة يد على بلال باللقطة الماضية يجب ان نكسر هاجماتهم من منتصف الملعب ليس من منطقة الجزاء بل من منتصف الملعب هذه الكرة مبعدة على طول الى الامام الى سباستين سباستين اطلع لها سباستين ياخذ الكرة سباستين سوريا مع الكرة ملعوبة ممتازة إلى طلال طلال يستذبح على الكرة طلال يأخذ الكرة يرجعها إلى الخلف إلى خلفان خلفان ما زال يستحوذ على الكرة واقع على الأرض سباستيان سوريا برافو برافو الكرة إلى رمية جانبية وسباستيان واقع على أرضية الميدان يعاني بالإصابة وآخر دقيقة من المبارات وآخر دقيقة من المبارات الدقيقة الأخيرة دقيقة من ذهب دقيقة من ذهب الآن ثوانيها من ذهب الآن سباستيان سوريا يتلقى الإسعافات الأولية أشوف التدخل الماضي مع سباستيان سوريا بصراحة جمهور عجيب جمهور غريب يغادر أرض المباراة يعلم أن النتيجة ليست في صالحة عادي عادي يطلع من الملعب ما كان شيء صاير يبتسم كما دخل إلى ملعب المباراة يغادرها إذن اللعب يتوقف الآن ومعشر الساعة تقريبا يشير إلى الدقيقة رقم تسعين يعني أن المباراة انتهت تقريبا في وقتها الأصلي ولذلك نتج وإياكم إلى الوقت البدل الضايع نتج إلى الوقت البدل الضايع رمية جربي ملعوبة خلفان الله عليك يا خلفان خلفان مع كرة واصل إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جربي خلاص تسعين دقيقة خلاص خلاص تسعين دقيقة خلاص إن شاء الله ينتهي الشوط الثاني بتوفيق فه الثاني إن شاء الله رمية جاربية على الجيات اليمنى بطاقة صفراء إذن لمصعب محمود بطاقة صفراء لمصعب محمود سباستيان سوريا يأخذ كرة يحاول عد فيها عد سباستيان تقدم سباستيان الكرة ما زالت موجودة في حوزته ثم سباستيان وقع أرضا لكن نيشي مورا لا يشير إلى وجود مخالفة لا أعلم حتى الآن الوقت البدل الضايع المقدر كم لم نشاهد الحكم الرابع يشير إلى وقت بدل الضايع على كل حال هناك تبديل للعنابي هناك تبديل للعنابي لا نشاهد الوقت البدل الضايع ولكن قد نشاهد التبديل الآن عبدالعزيز السليطي عبدالعزيز السليطي حوار حامد إسماعيل مع المدافع يعني حامد بعدين هي مش مزح يا حامد يعني حامد يستفز في كثير من المباراة وتابعة مش مزح يعني هذه تصفيات كاس العالم يا سيدي الفاضل يعني مش في كل مرة تسلم الجرة مش في كل مرة تعاود الكرة مرة الثانية في الدخول في احتكاكات مع الآخرين يا حبيبي هذه دولة تريد الوصول إلى كاس العالم بلاش بطاقات حمراء والبطاقات الرخيصة هذه ما نحتاجها يا حامد رمية جانبية الآن على جهة اليسرى عبدالعزيز السليطي يحل بديلا عن حامد إسماعيل الآن عبدالعزيز السليطي هراء تبديل موفق صراحة من جانب فان الثاني ما دام أن حامد مستفز بهذا الشكل حامد كان أداء ممتاز في هذه المباراة نعم لكن على حامد حتى أن يكمل هذا التفوق اللي هو عليه حتى على مستوى الانضباط في الاحتكاكات مع اللاعبين الخصم هذه الكرة يبحث عنها سباستيان سوريا وصلت الكرة إلى خلفات بعد ذلك التمرير إلى سباستيان طالت على سباستيان شعرة الشعرة هذه كانت تفصل بكثير الكرة واصلة الآن إلى يوم عيون كرة مقطوعة ترجع مرة الثانية إلى مخالف الآن للمنتخب القطر يعني المنتخب الكل الجنوبي كأنه سلما في واقع المباراة كأنه بات يسلم في واقع المباراة إلى أنها تذهب إلى نتيجة التعادل إلى نتيجة التعادل للإيجابي واحد لواحد عن نفسي حتى الآن لا أعلم عن الوقت لبدل الضايع شيئا لكن ما أعلم أنه المباراة بإذن الله تعالى ساعرة بهذا الشكل ساعرة بهذا الشكل مخالفة موجودة في وسط الملعب على طول ملعوبة من قاسم بورهان إلى ماهر يوسف ماهر يوسف تحذير الكرة لكنه يخسر الكرة ماهر يوسف الكرة بعد ذلك إلى صالح المنتخب الكوري في وسط الملعب تحذير الهجمة تذهب ما زالت باقية لصالح المنتخب الكوري في وسط الميدان ممتاز هذا ما ذكرته أنه نكسر هجماتهم من وسط الملعب وليس عند منطقة الجزاء الكرة معادة إلى حارس المرمى إلى حارس المرمى يونجسون يلعب كرة طويلة حطيرة مرت 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 عدت إلى قاسم بورهان إلى قاسم بورهان وصلت عند قاسم بورهان إذا ما انتهت الأمور كما هو عليه الحال الآن سيتقاسم المنتخبين نقاط المباراة وبالتالي تصبح النقاط ثمانية لثمانية كرة العنابي واصلة من خلفان مقطوعة يرجع لصالح المنتخب الكوري في اللحظات الأخيرة الآن آخر لحظات المباراة الكرة باقية ومحاولة التسديد الآن خطيرة جدا الكرة ما زالت فيها خطر فيها خطر فيها خطر منهم الذي يسدد كرة لكنها جاءت سهلة إلى قاسم بورهان جاءت سهلة إلى قاسم بورهان اللعب الأول الذي مرر الكرة كان مخطئا لأن هناك كان لعب على الجهة الأخرى كان متواجد بشكل ممتاز لكنه الحمد لله على خطأ كرة لصالح المنتخب الكوري إلى خلفه مرة الثاني بالرأس معادة للمنتخب الكوري من جديد بواسط الملعب نيشي مورا متى سينهي المباراة متى سينهي الموقعة متى سينهي معاناتنا مع البرد ومعاناتنا مع كوريا الجنوبية هذه الكرة الآن موجودة لصالح المنتخب الكوري محاولة ما فيه مخالفة نيشي مورا أشار إلى استمرارية اللعب سباستيان الآن يستحوذ على كرة سباستيان وصراع على كرة ينتهي لصالح العنابي إلى خارج أرض الملعب لرمية جاربية إلى رمية جاربية تبديل سباستيان سوريا علي أن يترك ملعب المباراة الآن سباستيان سوريا علي أن يترك ملعب المباراة أحمد ياسر اللعب المديل الآن أحمد ياسر اللعب الذي نجح مؤخرا على مستوى الدوري بدأ يشكل نجاح كبير جدا أحمد ياسر هو الذي جاء بديل شقيق أحسين ياسر ومحمد ياسر هذه كرة ملعوبة إلى مستوى انطقة الجزاء محاولة المرور الكرة ما زالت خطرها في حدود منطقة الجزاء ملعوبة عرضية إبعاد للكرة ومحاولة للتسليد ثم الدفاعات تبعد الكرة وتشتتها في فوضى أمام منطقة الجزاء والكرة ملعوبة لكن بعد ذلك فيها هدف فيها هدف لكن أرى أن فيها أوف سايد أرى أن فيها أوف سايد تسبع كهدف تسبع كول إذن هدف في التوقيت الأخير أعتقد أنه يعني لا على مستوى الوقت ولا حتى شرعية الهدف من عدمها يعني هل كان متواجد في مكان صحيح أو لا لا أعلم يا عبير محتاج الإعادة بالبطيء إذا تأكد من شرعية الهدف يونغ أنهوان إلى الآن الإعادة بالبطيء غير موجودة لذلك لا يمكن الجزم حول الكرة الماضية نحتاج إلى إعادة تفيدنا في موضوع الكرة الماضية إلى الآن مخرج الكري كأنه لا يقتنع بالهدف وكأنه لا يقتنع بشرعية الهدف لذلك إلى الآن ما أعاد الهدف إلى هذه اللحظة هدف بدون إعادة وكأنه بدون شرعية هذه كرة ملعوبة لصالح المنتخب الكوري مرة ثانية المحاولة قاسم ابعاد للكرة ومعها جاءت الصافرة أيها الساد مشاهدين الكرام جاءت الصافرة زنا تماما